اشتركوا في القناة توقيت القاهرة ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل اللي بيشوفونا والحقيقة النهاردة معنا مجموعة كبيرة من الأخبار سواء المحلية أو العالمية وبعد الأخبار الطريفة أيضا بعدها مباشرة هنالتقي مع فقرتنا الرئيسية الأولى وهيكون لنا لقاء مهم جدا مع المهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العامة وجهود وزارة التضامن الحقيقة لتحسين الأحوال المعيشية لغير القادرين من خلال برنامج سكن كريم سكن كريم أحدى مبادرات الوزارة لتحسين البيئة السكنية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية ويكون المبادرة دي حقيقة نجحت في ضغطية متطلبات 24 ألف أسرة بمحافظات إنا وأسوان والأسر والمينيا وأسيوت وسهاج بتكلفة 170 مليون جنيه مصري علشان يقدروا يوفروا لهم حياة كريمة عبر وصلات منزلية للصرف الصحي وصلات مية وغيرها من الخدمات لزمان حياة أدمية طيب تفاصيل المبادرة دي إيه وإزاي نقدر نستفيد منها وهل في حد فعلا عايز النهاردة يبلغنا عما كان في مشاكل أو مفهوش صرف أو في مشاكل في المية أو في الكهرباء أو أيا كان يريد يبلغنا وهنتناقش في كل تفاصيل المبادرة طبعا مع المهندس محمد هاشم وإزاي بيتم التواصل مع المواطنين عن طريق وزارة التضامن أما فقرتنا الرئيسية الثانية فكون لنا لقاء مع الدكتور إمام واكد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات هنتكلم في الفقرة دي عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ أطخم مسح الكشف عن فيروس سي والسمنة والسكر بين المصريين يعني الأمراض اللي هي المزمنة أو الأمراض اللي بتحمل مشاكل بعد كده أو ليها مضاعفات ومشاكل بعد كده إزاي وزارة الصحة استعدت بالفعل لإنجاح هذه المبادرة ده اللي هنعرفه ما عضفنا الدكتور إمام واكد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات أما فقرتنا الأخيرة مشاهدينا هنختم حلقتنا الحقيقة فيها في خبر مفرح جدا لأنه متعلق بمورد مهم من مورد الدخل في مصر وهو السياحة صدر تقرير من منظمة السياحة العالمية بيأكد أن مصر بتتصدر قائمة أكثر الدول نموة في قطاع السياحة الفترة الأخيرة وطبعا هنعرف تفاصيل الموضوع ده وهنعرف بقى إيه اللي نقص بالزبط علشان نرجع للصدارة مرة تانية الجهود هل الجهود بس من الوزارة يعني بس وزارة السياحة اللي تقدر تعمل كده ولا محتاجين مجهودات من منظمات أخرى ووزارات أخرى سواء يعني حكومية أو غير حكومية دورنا إحنا بقى إيه كمواطنين دور هيئات أو مؤسسات المجتمع المدني إيه كل ده هنعرفه في هذه الفقرة مع ضفنا دكتور حسام هزاع عضو غرفة شركات السياحة مرة تانية بصبح عليكم بقولوكم يعني إحنا مستنين كل اقتراحاتكم وكل شكواكم على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة كمان تقدروا تتواصلوا معنا على أسم أسز أو على صفحتنا نهاية الأسبوع نكتب نهاية الأسبوع بالعربي وأسعد دايما طبعا بالإجابة على استفساراتكم سواء في التعليقات أو في الرسائل تعالوا نبدأ أخبارنا هذا الصباح بالأرصاد وصرح الحقيقة دكتور أحمد عبد العيل رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن مصر بتشهد الأيام دي جو خريفي لطيف على أغلب أنحاء الجمهورية مع وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة بيؤدي لوجود شبورة مائية خفيفة على الطريقة أضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد ولا يسمح لحركة الملاحة في البحر الأحمر وإن السواحل الشمالية للبحر المتوسط بالفعل لا توجد نشاط للرياح فيها وتسمح لحركة الملاحة البحرية تعالوا نعرف تفاصيل أكتر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد عبد العاية رئيس هيئة الأرصاد الجوية دكتور أحمد صباح الخير صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين أهلا بيك يا فندم طيب بالنسبة فندم للشبورة أنا عايزة أفهم بس يعني عايزين نعرف بس دلوقتي هل فيه احتياطات المواطنين يخدوها خصوصا إن الناس اللي بتمشي على طرق سريعة ويعني إلى أي مدى تصل خطورة هذه الشبورة يعني هي الشبورة خفيفة يعني دلوقتي نبعينا الساعة دلوقتي بدأت تنتهي وهي نتيجة الساعة في نسبة الرطوبة هي تبقى من الصباح الباكر حتى حوالي الساعة الساعة في الصباح مع قطرة طوال الشمس تبقى تشدد الشبورة لكن هو السبب أن أتاتي في نسبة الرطوبة تمام يا فندم بالنسبة للتنصيق مع الإدارة العامة للمرور كيف هو التنصيق يعني عايزين نطمن أستاذة المواطنين خصوصا إن في بعض المدارس ابتدت بالفعل هناك تنصيق تام وكامل بين هي العامة الصادية والإدارة عامة للمرور دائما أو اللي بيحدث نتقلع صواء النشر أو الضيان على كل من اللي بعته فيه المقدار العامة للمرور لتبقى للإدارات اللازمة فيه تمام يا فندم طيب بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا مثلا التوحي بالشمالية 12-30 وكيف تحر والصاهرة بين 33-34 جنوب تينارشة من الشيخ وقتها حتى شمال للصعيد 36-37 أخيرا جنوب تينارشة هو الأعلى شوية 29-40 تمام يا فندم شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد العين رئيس هيئة الأرصاد الجوية توصلوا بألف سلامة إن شاء الله وناخد بالنا بقى يا جماعة علشان موضوع الشبورة طيب تعالوا نروح لخبر تاني والرئيس السيسي يوجه ببدء حزمة إطلاق مشروع القومي لتأمين الصحي الشامل من خلال خطة الحقيقة مهمة جدا من مكونة من أربع نقاط هقولها لحضراتكم حالا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصرح السفير بسام رودي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة لتنفيذ حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وما يتضمنه من إجراءات تشمل مراجعة أوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية ومشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازمة وآخر مستجدات القضاء على قوام انتظار مرضى التدخلات الجراحية العاجلة موقف الوحدات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة دول الأربع نقاط اللي تناولتهم الخطة تناول الاجتماع كمان متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي هنتكلم فيها في التواصيل النهاردة والكشفة على الأمراض السارية كمان وجه الرئيس في هذا الإطار بالمضي قدما في إرجراءات وخطوات حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في هذا المشروع وجه أيضا الرئيس بالاستفادة من الخبرات العالمية فيما يخص تنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازما في مصر لا يتم بالفعل تنفيذه وفقا لأعلى المواصفات القياسية العلمية وبما يساهم في امتلاك القدرة والتكنولوجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة طيب نروح منها لخبر اقتصادي والرئيس يوجه بتسهيل أعمال المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس الأربعاء مع الفريق مهامميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصرح في هذا الصدد السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية صرح أن الفريق مهامميش عرض خلال الاجتماع تطورات سير العمل في هيئة قناة السويس والموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقف تطوير الموانئ البحرية ومشروع تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة أضف المتحدث الرسمي أيضا أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة باس لأقصى الجهد لزيادة معدلات عبور السفن في قناة السويس بما يؤدي طبعا لزيادة العائدات من العملات الأجنبية وشدد على اتباع سياسة تسويقية مارينة في التعامل مع الخطوط الملاحية كمان وجه الرئيس في الاجتماع بتسهيل أعمال المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتوفير سبل النجاح وكذا تطوير البنية التحتية وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجاري انشاءها حاليا بحيث تتضمن كل أنواع المرافق والخدمات وجه الرئيس أيضا بدراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة في الموانئ المصرية بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة وكمان دراسة أنسة بالسبل لاستخدام وتشغيل أرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد لضمان الحصول على أعلى عائدات ممكنة لصالح الدولة تعالوا منها لنروح بقى لوزارة التربية والتعليم الحكومة بتعلن اكتمال خطوات التنفيذية لنظام التعليم الجديد برياضة الأطفال وابتدائي عرض دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي الحالي لبرامج الوزارة وإجراءات الاستعداد للعام الدراسي الجديد أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بموقف مباني المدارس المنشأة حديثا ومدى الاستفادة منها في العملية التعليمية يوجد تطور في أعداد المدارس بجميع نوعيات التعليم خلال الفترة التي كانت من 2014-2015 لحد 2017-2018 وصل عدد المدارس أكتر من 53 ألف مدرسة بزيادة بتقدر بنحو 5.5% واللي بيستفيد منها ما يقرب من 21.5 مليون تلميذ بزيادة نحو 11% أضاف بقى كمان وزير التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس الوزراء اللي كان مبارح برئاسة الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أضاف أن برنامج الحكومة بيستهدف خلال فترة 2018-2019 لغاية العام الدراسي 2021-2022 إنشاء عدد 200 ألف فاصل خلال الأربع سنين اللي جاية بإجمال حوالي 12 ألف مدرسة جديدة وذلك للقضاء على مشكلة الكسافات والمناطق المحرومة من المدارس وجاري حاليا التنسيق مع المحافظين علشان يوفروا أراضي مناسبة لإنشاء المدارس المطلوبة طبعا بأماكن الاحتياج وجاري حاليا كمان التنسيق مع وزارة التغطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتوفير التمويل لبناء هذه المدارس طيب نروح للحقيقة الطريق الدائري الإقليمي وشهدت طريق الدائري الإقليمي تواجد أمني ومروري مكثف جدا على مدار الأيام مع قرب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بنقل حركة النقل عليه كبديل للطريق الدائري والذي سيحضر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن 4 طن كل يوم من الساعة 6 الصبح الغاية الساعة 12 بالليل اعتبار من 15 سبتمبر الجاني بما يسهم طبعا في إحداث حالة من السيولة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية وكمان تفادي كثير جدا للحوادث تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية ومشاهدين نهاية الأسبوع بعد أن افتتحه رئيس الجمهورية رسميا استعدت وزارة الداخلية مبكرة لتأمين الطريق الدائري الإقليمي بكافة قطاعاته والتي تمتد ل365 كيلومتر ست مدريات أمن يمر بها الطريق تشارك الإدارة العامة للمرور في عملية التأمين بهدف توفير مظلة من الأمان لمرتاديها من خلال تخصيص قوات ذات كفاءة وقدرة عالية لتتولى عمليات التأمين والتمشيط الدائم بطول الطريق مزودة بالمعدات والسيارات اللازمة للتعامل مع أي خروج على القانون المدريات رفعت درجة التأهب والاستعداد لديها وبدأت فعليا عمليات الانتشار على الطريق بالتشارك مع الإدارة العامة للمرور وعلى مسافات متباينة من خلال نقاط الارتكاز السابتة والأقوال المتحركة التي تهدف إلى بث طمأنين لمرتاد الدائري الإقليمي على كافة محاوره وتتضمن سيارات الإغاثة المرورية والأوناش المختلفة للتعامل مع الأعطال المفاجئة حيث يشهد الطريق كثافات من سيارات النقل الثقيل ومعه كانت الحملات المرورية لضبط الصرعات الزائدة مع المراقبة الدائمة على مدار الساعة من خلال الخدمات المرورية المنتشرة بطوله ويبقى على مرتاد الطريق لالتزام بتعليمات وإرشادات رجال المرور لضمان السلامة الكاملة على الطريق اعتبارا من يوم 15 من 6 صباحا حتى الساعة 12 من تقصف الليل هيتم حظر سيارات النقل اللي هي فوق الأربعة طن بالنسبة لدائر القاهرة وبالتالي هيتم كل الانتجاء الدائري الإقليمي بكل تأكيد النهاردة احنا بصدد الدائر الإقليمي بطول 365 كيلو بيمر خلال 6 محافظات بيربط ما بين القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية سواء وجه بحري أو وجه إبلي والشرق وغرب الجمهورية احنا الجهزة بتأمن منطقتين منطقة ما بين القاهرة والفيوم بمساحة 60 كيلو ومنطقة تانية ما بين الفيوم والمنوفية بمساحة 124 كيلو تم تأسيم المناطق إلى أقوال أمنية كل قول الأمن ليه مكان محدد يمر فيه القول الأمن فيه بتبقى فيه زباط نباحث وزباط نظام ومجموعات مسلحة من قوات الأمن ومن الأمن المركزي وفيه أجهزة لكشف عن المشتبع فيهم وتحقيق الاشتباعات أو الكشف عن السيارات المسروعة ويجمع الخبراء ويتفق معهم المواطنون على أن هذا الطريق سيقلل كثير من الكثافات على الطريق الدائري القديم مع تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل الثاقيل عليه من السادسة صباحا حتى منتصف الليل من الخامس عشر من الشهر الجاري لتسلك الدائر الإقليمي لذلك تزامنا مع تطبيق القرار تكثف وزارة الداخلية من انتشارها عليها لتطبيق القرار بحسم ورضع كل من يخالفه وفقا للقانون مع تحويل هذه السيارات إلى الطريق الدائري الإقليمي والذي بدأ السائقون بالفعل في استخدامه لأنه يقلل من الوقت وما يتمتع به من انسيابية صدر قرار السيد رئيس الوزراء بمنع سير السيارات التي تزيد حمولتها عن 4 طن بالطريق الدائري ومن يخالف ذلك سيواجه بعقوبة الغرامة من 1000 جنيه ل3000 جنيه جو من الأمان توفره الأجهزة الأمنية لمستخدم الدائري الإقليمي والذي يعد نقلة حضارية تسهم في زيادة عجلة التنمية بعد أن اختصر المسافات وقلل الزمن وسحب كثافات مرورية كان إقليم القاهرة الكبرى يعاني منها تعالوا بقى نروح لتصريح من السيد وزير البترول وأبدأ إنتاج الغاز من مشروع المرحلة بهتسعى بالبحر المتوسط الشهر المقبل أعلن المهندس طوري المولا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج مكثف لأنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية خاصة بالمياه العميقة بالبحر المتوسط من خلال حفر أبار استكشافية جديدة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في هذه المناطق الواعدة بما يدعم زيادة الاحتياطات والإنتاج أيضاً من البترول والغاز لافتاً إلى أن الاحتمالات الواعدة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تتسم بارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والحفر نتيجة الارتفاع الضغوط والحرارة وما تتطلبه من استخدام لأحدث تكنولوجيات الحفرة التي تتناسب مع طبيعة العمل في هذه المناطق جاء ذلك خلال رئاسة الوزير الاجتماعي الجمعية العامة لشركتين رشيد والبرولوس للغاز لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017-2018 بحضور كل من المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشؤون الغاز المهندس عابد عزل الرجال الرئيس تنفيذي لهيئة البترول مهندس أسامة ألا بقلي رئيس الشركة القابلة للغازات والجيولوجي أشرف فرق وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف نروح أيضا لتصريح مهم جدا من الدكتورة مايا مرسي رئيس مجلس القومي للمرأة من جنيف وثورة 36 أنقذت حقوق المرأة المصرية ده اللي قالته دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن ثورة 36 أنقذت حقوق المرأة المصرية من الردة والضياع على يد الإخوان والجماعات الإرهابية المتشددة ما بين عامي 2011 و2013 أضافت أيضا خلال كلمتها في الندوة اللي عقدتها مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش أعمال دورة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف أضافت أن دستور 2014 الحقيقة أرسى قواعد المواطنة باعتبارها مناطن للحقوق والواجبات وأشارت دكتورة مايا مرسي لأن المرأة الحقيقة في مصر حققت إنجازات كبيرة جدا خلال 4 سنين اللي فاتت حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث تغليز عقوبة الختان تنظيم عمل مجلس القومي للمرأة وتغليز عقوبة التحرش في الأربع عوام الأخيرة ده بالإضافة إلى حقوق المرأة اللي أقرت قبل ثورة يناير زي حق الخلع ومنح الجنسية للأطفال تعالوا نرجع تاني للأخبار الاقتصادية والحقيقة بنك ناصر بيعلن عن تقديم قروض بحد أقصى 50 ألف جنيه للمصرفات المدرسية دكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أعلن أن البنك بينتهج استراتيجية اجتماعية الاستراتيجية دي بتستهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم برنامج تمويل للسداد المصرفات المدرسية بحد أقصى 50 ألف جنيه بيتسدد القرد خلال 10 شهور للسنة الدراسية الوحدة وبيتيح البرنامج التمويل لمرحلة تعليمية كاملة وبتكون مدة الاست على عدة سنوات لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدود الدخل وده من خلال تسخير رأس مال لخدمة المجتمع بيستهدف البرنامج كمان أصحاب الوظائف الحكومية أصحاب المعاشات وغيرهم من الطبقات العاملة تعالوا نعرف مين بالزبط اللي بيستهدفهم هذا البرنامج بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي لبنك ناصر أستاذ أحمد صباح الخير أهلا صباح الخير يا فندي تحياتنا لسيادتك والبنك ناصر على هذه المبادرة الإنسانية هقول أن بنك ناصر الاجتماعي بيقوم الحقيقة بأدوار اجتماعية وأيضا المبادرة دي تحديدا وغيرها من المبادرات يمكن أن نقشناها في برنامجنا نهاية الأسبوع كانت مبادرات إنسانية في المقام الأول أهلا نتكلم شوية فنديم عن القرد يعني الخاص بمصرفات المدرسة القرد ده تفاصيله إيه بالزبط فنديم ونقدر نحصل عليه إزاي ومين اللي بيحصل على القرد ده في البداية بوضح أن هذا البرنامج بيأتي في إطار اهتمام معالي الوزيرة تضامن سورة غادة والي رئيس مجلس الدولة بنك ناصر بتختيف العب عن محدود الدخل والقرد بيتيح لرب الأسرة سواء الأب أو الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب إنها تتقدم بالقرد لابنها تمام الفئات المستهدفة إحنا عاملين ملكات في الفئات المجتمع العاملين بالحكومة قطاع الأعمال أصحاب وورثة المعاش العاملين بالقطاع الخاص أو أصحاب المعنى الحاش تمام يقدموا إيه فنديم عشان يحصلوا على القرد إيه الأوراق المطلوب والله أهم حاجة عشان نضمن إن هذا القرد بيروح للهدف بتاعه بيجيب شهادة من المدرسة بتفيد إن الطالب مقيد في الصف الفلاني شهادة قيد من المدرسة تمام تمام شهادة قيد من المدرسة أوكي تمام وإيه تاني يا فنديم؟ على المنطقة أخرى لو مفردات مرتبة عشان نقدر أحد أصفاته عليه ومفردات مرتبة طيب تمام دلوقتي يا فنديم لو حد يعني ده لو أسرة فيها مثلا ثلاث أو أربع أطفال هيجيبوا شهادة قيد اليوم كلهم؟ أه طبعاً هو ده ما يأثر على فكرة طيب أه يقدم طلب المدرسة بيقدم لها الشهادة القيد أنا بدي الحد الأخصى لي طالما بيقدم ما يفيد المطسفات بتاعه طيب في حد معين لعدد الطلاب يعني مثلاً اللي أكتر من ثلاثة أكتر من أربعة يعني ولا أي عدد من الأطفال في الأسرة الوحدة؟ أي عدد لأن إحنا هو الهدف منه هو تحف التعليم للجميع طيب في نقطة تانية فنديم دلوقتي القرد ده هنحصل عليه في قد إيه يعني لو مثلاً قدمنا والورق وطلع الورق مستوفى الشروط وكل حاجة وليه الأمر هيحصل على القرد ده في مدة قد إيه؟ عدد ناصر الاجتماعي والقديم الخدمة جيدة لكل المتعاملين معاه أي قرد ما بياخدش أكثر من 48 ساعة اللي هو مدة الاستعلام لإتماني آي سكور تمام طيب الفايدة فنديم فايدة القرد ده هتبقى قد إيه؟ إحنا بنتعامل بالعاية 11% 11% تسدد على؟ لكن في حاجة بحب أوضحها برضو إن إحنا بنتيح هذا القرد مش لسنة واحدة بس إحنا بنتيح برضو لأولياء الأمور لو عايز لابنه مرحلة تعليمية كاملة يعني لو عايز مرحلة تعليمية لمدة سنين بقدر أدهله تمام لو عايز ثلاث سنوات الإعدادية أو السنوية بقدر أدهله قرد على ثلاث سنوات مش على عشر شهور آه يعني فيه ثلاث سنين وفيه اللي هو العشر شهور اللي استنى الواحدة اللي هي المرحلة التعليمية يعني ممكن يتفهل مع المدرسة وده بيديله خصم كبير جدا يا مدرسة الديني المؤشرات بتاعتك انت عايزة مصرفات الولد ثلاث سنين عندك في الإعدادية لو جاب ما يفيد المصرفات قديه بديله القرد على ثلاث سنين تمام بشكرك جدا جدا يا فندم على هذه المعلومات أستاذ أحمد صالح رئيس القطاع المصرفي لبنك ناصر ونرجع تاني لأخبارنا مشاهدينا والمترو برضو يعني في إطار المبادرات الإنسانية المترو بيعلن عن موافقة وزير النقل على استخراج اشتراكات مخفضة لمرضة السرطان ده الاعلان الأستاذ أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاء موافقة الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاء وآضاء مجلس إدارة الشركة على استخراج اشتراكات ربع سنوية مخفضة بنظام الكارت الزكي لمرضة الأورام السرطانية اللي بيتم علاجهم بمختلف مراكز الأورام السرطانية لنقلهم من محل إقامتهم إلى مراكز العلاج على أن يتقدم المريض بتقرير معتمد من الجهة اللي بيتلقى العلاج فيها مختومة بختم وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي وأفاد عبدالهادي في بيان صحفي أن الاشتراك لمدة 3 شهور بعدد رحلات 180 رحلة لـ 25 محطة مقابل 22 جنيه بس وعدد أكتر من 25 محطة بـ 27 جنيه للـ 3 شهور بالكامل وضح أنه بيتم استخراج الاشتراك باسم المريض فضلا عن وجود مرافق مع المريض وبيضاف عبارة بيسمح بمرور مرافق يعني بيتكتب عليها كده على الكرت الزكية طيب نروح بقى كان فيه شقيعة كده انتشرت أن فيه فيروس بيصيب أو أصاب الدواجن في مصر وفيروس مجهول وكلام كده انتشرة على الفيسبوك وده اللي نفيته دكتورة مونة محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسماكية والداجنة نفت تماماً ما تم نشره بأحد الصحف الإسبوعية مبارح حول تفشي فيروس مجهول بيهدد مزارع الدواجن بمحافظة المنوفية وأشارت مونة محرز إلى أنه تم إرسال فرق تقصي بيطرية في كل إدارات ومركز المحافظة للوقوف على أرض الواقع حول ما تم نشره في هذه الصحيفة وتم التأكيد من عدم موجود أي حالات مرادية وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه كمان تم التواصل مع مدير مدرية الطب البطري بمحافظة المنوفية وكذلك رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة لخدمات البيطرية وأكدوا أنه ما فيش أي شكاوة أو بلاغات إلى الطب البطري سواء كانت من مزارع أو من تربية منزلية ومن جهته الحقيقة أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة لديها المعمل المرجعي للرقابة البطارية على الإنتاج الدجيني وفروعه بالمحافظات المختلفة وهي معامل معتمدة دوليا وحصل على شهادة آيزو 1700025 وبيتولى تشخيص الأمراض اللي بتصيب الدواجن ده اللي تم نشره وفقا لبيان صحفي رسمي ما فيش حاجة يا جماعة وما فيش أي مشكلة في مزارع الدواجن بالمنوفية طيب نروح منها للصحة النفسية وعلاج 690 مريض مود من حشيش خلال أول 7 أشهر من العام الحالي ده اللي قالت الدكتور أمونة عبد المقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان قالت أن أعداد المتقدمين للعلاج من الحشيش المصنع المعروف علميا بالقنبيات المصنعة بلغت 690 حالة بالمستشفىات التابعة للأمانة وهو ما يشكل نسبة 4% من إجمال المرضى طالبي العلاج في الفترة من ينايل لغاية يوليو يعني في مرضى ما بيطلبوش العلاج أو مش حاسين هما مرضى أصلا وأوضحت رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن نسبة إدمان المخدرات بصفة عامة في المجتمع وصلت نسبة عادل 3.9% ونسبة إدمان القمب أو الحشيش ده وصلت إلى 2.9% فيما وصلت نسبة التعاطي لهذا المخدر 4.1% وذلك حسب البحث القومي للإدمان لسنة 2016 لفتت إلى أن نسبة الإدمان في الذكور إلى الإناس تبقى 7 ل1 طيب هنروح برضو لأعضاء حملة التسويق الدولية يروجون لمنتدى شباب العالم بيورو إيجيا في روسيا روج الشباب حملة التسويق الدولية لمنتدى شباب العالم يوث فورم للمنتدى المقرر عقده في مصر إن شاء الله من الفترة من 2 ل 6 نوفمبر اللي جاي وذلك من خلال مشاركتهم في مؤتمر يورو إيجيا المقام حاليا في مدينة أوينبيرج بروسيا وتحدث شباب الحملة الحياة مع الحضور حول المؤتمر وأهميته وجهوا لهم الدعوة لتسجيل في المنتدى وزيارة مصر وتم حياة بتقام الفعاليات المنتدى في الفترة من 2 ل 6 نوفمبر العام الثاني على التوالي وحست إدارة المنتدى منتدى الشباب على تسجيل المشاركة بأفكارهم وبقرأهم طيب من الأخبار الجميلة برضو اللي نفخر بيها في وفد بريطاني بانتهى من تصوير فيلم وثائقي عن النيل بأسوان وحيتعرض في الناشنل جيوكرافك أولوك تفاصيل الخبر أو أنهى وفد التلفزيون البريطاني برئاسة المخرج ماتيو دايز والمصور كريستوفر بارن المصور جوليوس بريتون وإنتاج لينا زيلنكايت ومهندس صوت مارك روبرت من زيارتهم لأسوان وده في إطار الإعداد لفيلم وثائقي مكون من 3 أجزاء لصالح قناة ناشنل جيوكرافك الشهيرة بعنوان العودة إلى النيل أو صرح أحمد علي عبيد مدير مركز الصحة في المرسلين الأجانب بأسوان أنه الفيلم ده بيحاكي الرحلة الاستكشافية اللي قام بيها الرحال المكتشف البريطاني رينولف في ناس سنة 1969 على طول نهر النيل من الشمال إلى الجنوب وذلك احتفالا بمرور 50 سنة على تلك الرحلة والحقيقة استعرض الفيلم المناطق والمناظر الطبيعية الخلابة في كل أنحاء مصر فضلا طبعا عن المناطق الأثالية والأسواق وثقافة المصرية حضر أيضا الرحال السيد رينولف فينس مع ابن عمه في رحلة قام بيها منذ 50 سنة اتعرف من خلالها على الأماكن اللي زرها من دول منابع النيل لحد دول المصب وبعد دول خليج وعلى رأسهم طبعا كانت سلطنة عمان فيلم رائع وفي انتظار عرضه على برضو من الأخبار المشرقة اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصري الحقيقة لتمثيل مصر في الأسكر اخترت اللجنة المشكلة لاختيار فيلم المصري يمثل لمصر في جواز أسكر أفضل فيلم أجنبي هو يوم الدين يوم الدين المخرج أبو بكر الشوقي بيمثل المصر في التصفيات النهائية الفيلم نافس أربع أفلام تانين اللي هم زهرة الصبار أخضر يابس تراب الماس وفوتو كابي وزهبت معظم الأصوات لفيلم يوم الدين خصوصا بعد الإشادات اللي حصل عليها في مهرجان كان السينمائي الدولي بيدوم الفيلم دراما مليئة الحياة بالمغامرات عن القبطي المصري بشاي بشاي بيعيش في مستعمرة للمصابين بالجذام وبعد وفاة زوجته بيتحلى بشاي بالشجاعة وبيقرر مغادرة هذه المستعمرة للمرة الأولى في حياته منذ أن جرى التخلي عنه هناك عندما كان طفلا مصاب بالجذام وبيبتدي بقى رحلة برفقة طفل اليتيم أوباما على عربة بيجرها حمار في رحلة عبر مصر إلى مصقط رأسه فكرة هيلة جدا جديدة جدا ووقعية لأن هي عن قصة وقعية مبروك طبعا لصناع في اليوم الدين ندخل على الشأن العربي ووزراء الخارجية العرب يطالبون تركيا بسحب قوتها من الأراضي العراقية أكد وزراء الخارجية العرب مجددا على مضمون قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دوراته غير العادية في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدان التواغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قوتها فورا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العربي ودعا الوزراء في قرار بشأن اتخاذ موقف عربي موحد إذا انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية كما دعا أيضا مجلس جامعة الدول العربية دول أعضاء للطلب من الحكومة التركية عدم تدخل في الشؤون الداخلية للعراق والكف عن هذه الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويد بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة بالكامل نروح لفلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل تسعة مواطنين من الضفة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعة تسعة مواطنين من محافظات الضفة بينهم أسرى محررين ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة ببيان نادي الأسير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير المحرر ميزن محمد أبو خضير من مخيم عيدة في محافظة بيت لحم إضافة إلى اعتقال عثمان محمود عثمان من بلدة بيت عور التحت في محافظة رمالة لازلنا في الشأن العربي مشاهدينا وقبل أن نذهب لفقرة سوشال ميديا بومبيو السعودية والإمارات بيحاولوا تفادي الإضرار بالمدنيين في اليمن ده اللي صرح بي وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو إنه شهد أمام الكونجرس الأمريكي بأن السعودية والإمارات بتعملان حاليا على تفادي الإضرار بالمدنيين في اليمن وأضاف أيضا في بيان أنه أبلغ الكونجرس بأن حكومتيا السعودية والإمارات بيتخذوا حاليا خطوات ملموسة للحد من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عملياتها العسكرية ده كان آخر خبر معنا تعالوا بقى نروح للسوشال ميديا وإيه اللي انتشر على فيسبوك ويوتيوب اليومين دول طيب إحنا انتشر على فيسبوك شوية حاجات الأسبوع اللي فات كده كان منها حاجات طريفة ومنها حاجات يعني إحنا حبناها كلنا طبعا بنحب علاء عبدالخلق ويعني أما بنقول علاء عبدالخلق بنفتكر بقى غاني يعني يمكن من أكتر من 20 سنة الجديد بقى إن الفنان علاء عبدالخلق تعاون مع أبو وطبعا أبو صاحب أغنية ثلاث دقائقات الشهيرة وغنه أغنية من خلينا نقول التاريخ علاء عبدالخلق أو بتحسسنا كده بالنستالجيا أغنية داري رموشك تعالوا نشوف التوزيع الجديد أبو وعلاق عبدالخلق داري داري ليه بتحبي تزيدي في ناري 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 قلبي مسلم ليكي عاشق من أولها مش محتاج عنيكي تكويني بجمالها قلبي مسلم ليكي عاشق من أولها مش محتاج عنيكي تكويني بجمالها وداري رموشك عني داري 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 ليه بتحب تزيدي في ناري 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 سهم هواكي في قلبي يلي جمالك آية لو فكرت أخبتي عيني تبوح في هواية سهم هواكي في قلبي يلي جمالك آية لو فكرت أخبتي عيني تبوح في هواية وارجع تاني واقول لك قلبي بحبك داري عاشق عمره فضلك راسم عينك داري وارجع تاني واقول لك قلبي بحبك داري عاشق عمره فضلك راسم عينك طاري وداري رموشك عني وداري داري داري ليه بتحب تزيدي في ناري 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 الفيديو موجود وانتشر بالفعل على فيسبوك يمكن من أول مرح أعتقد أو من يعني كام يوم يمكن احنا شفنا من أول مرح بانتشار شديد جدا وحلوة قوي والأهنية حلوة قوي وتحياتنا لكل صناع هذا العمل وألف ألف تحية لفنان الجميل أستاذ علاء عبدالخالق بره من الصور بقى اللي انتشرت كمان على فيسبوك صورة للفنانة اللبنانية نوال الزغبي نشرت صور كده لها وكتبت عليها على الانستجرام الحقيقة حبيتي يا ليل دي اسم إحدى أغنياتها ونوال الزغبي ما شاء الله يعني طلع في الصورة كانها عندها 19 سنة مثلا ما شاء الله فالناس كذبة عملين يسألوها انت عندك كم سنة وانت مش بتكباري وكلام زي كده طبعا احنا كلنا بنحب نوال الزغبي وبنحب صوتها طبعا ويعني جميلة بسم الله ما شاء الله يعني مش عايزين نحسد بس هي فعلا طلع في الصورة كأنها عندها 19 سنة طيب في شائعات بفضل الهاكرز عن وفاة اللاعب السابق دياجو مارادونا وهو بيحاول يخرج من مباراة الأرجنتين ونيجيريا متكئ على بعض أصدقائه لعدم قدرته على الماشي اول ما الناس شافت الصورة دي ابتدوا يستغلوا هذا الفيديو لنشر خبر ان مارادونا توفى واخبار كتير جدا انتقلت اتعرض لأزمة قلبية وراحت الشائعات الى ابعد من كده قالوا انه تم ادخاله المستشفى وانقطعت انفاسه جراء حقن الادرينالين في قلبه ده مش حقيقه خالص ويمكن فيه صفحة على الفيسبوك نفت ده هي صفحة الخاصة بالنجمة الارجنتيني مارادونا هو ما توفاش ولا حاجة هو كان مرهق علشان كده كان احد اصدقائه بيسنده زي ما احنا شايفين كده في الفيديو مشكلة بقى جيد وهاكرز بالفعل دخلوا على بعض الصفحات الخاصة بالمارادونا فانز والحاجات دي انه هم قالوا انه هو فعلا توفى بس ده مش حقيقي شفتوا بقى كلكم طبعا الصور شوية صور كده بنبعتها البعض يمكن على الواتساب وبنشايرها على الفيسبوك صور كده طريفة تعالوا كده نشوف اول صورة معنا احد المرضى بيدخن سجارة وهو رايح المستشفى على نقالة زي ما احنا شايفين نسبة كتير قعدت يعني تتكلم كتير عن الصورة الغريبة دي هو على ترولي لغرفة العمليات في احدى المستشفى الجامعية والاخ قرر انه هو يشرب سجارة وهو داخل المستشفى معرفش اللي ناس بقاعدت تسخر منه وناس قاعدت تقول لها ما ينفعش يعمل كده ونسألت دراية ومزاجه عالي واكدوا انه هو مصر انه هو يشرب سجارة قبل ما يدخل قوضة العمليات ومش قادر يسيب السجارة من يده وكلام زي كده وان المرض مش منعه انه هو يشبع رغبته في التدخين دي الصورة اللي أنا شعار فيعني مرضه مين اللي سامحل ويعمل حاجة زي كده يعني بس عموان دي كاتم الصور الطريفة اللي تدولوها على الفيسبوك من بقى اجمل الصور اللي شفنيها الحقيقة تعالوا كده نشوف مجموعة صور بتتكلم عن الام بطريقة مختلفة خالص في شاب مصري لطيف جدا ويعني احنا بنحيي جدا قرر انه هو ياخد مامته يفسحها في اسكندرية على فكرة وبعيد بقى عن شغل البيت وبعيد عن تحذير الاكل وبعيد عن طلبات كتيرة اللي نوعب نطلبها من ماما قرر الشاب ده انه هو يظهر جزء بسيط جدا من انتنانه لمجهودات امه وقرر انه هو يوديها تتفسح بامكانيات بسيطة جدا بس قد ايه السعادة على وش والدته وسعادة اكتر على وشه وانه والدته مبسوطة دي حاجة جميلة جدا وعلى فكرة مش محتاجين فلوس كتير علشان تستحب والدتك او والدك في اي مكان او اي نزهة او حتى تاخده وتتمشى تجيب له حاجة حلوة كده ايس كريم سندويتش اي حاجة يعني شوكولاتاية كامتنان الحاجة دي بالنسبة لك كانت حاجة بسيطة جدا بس بالنسبة لأبوك او لأمك دي حاجة مهمة جدا وقد ايه بترفع من روحه المعنوية من الأم بقى ننتقل للأب واتكلمنا ايه كان عن الأب كتير جدا جدا وقد ايه الأب بيضحي يعني او خلينا نقول بيتصرف تصرفات كده يعني تلقائية جدا احنا كان فيه صورة على الفيسبوك كان فيه رحلة لشرم الشيخ وفيه بنوتة كانت قاعدة في الكرسي قدام باباها نشوف الصورة يا جماعة لو سمحتوا البنت دي نامت وعلشان رأسها ما تخبطش في ايد الكرسي بتاعة الطيارة باباها فضل حاطت ايده وزي ما انتوا شايفين كده زي المخدة مدة الرحلة كلها اللي هي ساعة اللي ربع او ساعة تقريبا علشان البنت رأسها ما توجعهاش او ما تخبطش في ايد الكرسي هو ده الأب حركة بسيطة جدا جدا ويمكن الراجل ما خدش باله خالص هو عملها بتلقائية بس خلينا نقول ان اللي صوره ده حس قد ايه يعني دي حاجة عظيمة يمكن هو مش واخد باله منها او يمكن البنت ما تحسش بها دلوقتي بس انا تحياتي اكتر بقى اللي صور الصورة دي علشان يوثق لهذا الموقف الرائع تحياتنا لكل ام وكل اب ومنصبح عليكم وكلكم ومنحبكم وانتو كلكم فوق رسنا قبل ما نروح بقى لمبادرة سكن كريم هنشوف دلوقتي تقرير عن ذكرى الرائع الراحل يعني رحل بجسده فقط وباقي في اعماله من احد عبقرة السيليمة المصرية الفنان سراج مونير اللي النهاردة 13 سبتمبر وذكرى وفاته سراج مونير على فكرة هو شقيق كل من فاطين عبدالوهاب وحسن عبدالوهاب زوج الفنانة ميمي شاكيب كان دارس اخراج في ميونخ وكان على فكرة نقيب الممثلين في الخمسينيات الحقيقة السراج مونير اشتهر بأدوار عديدة جدا بس كان أبرزها يمكن أدوار الاستغلالي والانتهازي وأدوار الشر كان ليه طابع كده مميز ما ينفعش انت تتاق منه حتى لو هو بيعمل دور شر في نفس الوقت ورع فيه الأفلام الكاميدي مثل في فيلم دهب بنشالة هانم ابن زوات وكان بيعمل ديو يعني جميل جدا وطبيعي جدا وتلقائي جدا مع زوجته الفنانة الرحيلة أيضا ميمي شاكيب تعالوا نشوف تقرير نهاية الأسبوع عن الراحل سيراج مونير ونرجع لكو حالا وساكن كريم فنان اشتهر بأدواره الجادة في العديد من الأعمال السينمائية والمصرحية ودارس للطب منحه الفن الشهرة وسلبه الحياة إنه الفنان سيراج مونير عبد الوهاب الله يعاني لا أهل حيرة نطل بها كل يوم دلوقت ولد الفنان سيراج مونير في الخامس عشر من يوليو عام الف وتسعمائة وأربعة لأسرة ميسورة الحال حيث كان يعمل والده عبد الوهاب بيك حسن مدير للتعليم في وزارة المعارف وشقيقا للمخرجين السينمائيين حسن عبد الوهاب وفطين عبد الوهاب درس الفنان سيراج مونير بالمدرسة الخيدوية بالقاهرة وفي المرحلة الثانوية أظهر ميولا أدبية وانطلقت موهبته التمثيلية على مصرح مدرسته وأسندت إليه بطولات مصرحية شاركت في مسابقة المصرح المدرسي وفي كل عام كان يفوز بكأس المنطقة التعليمية في التمثيل وكانت دراسة الطب حلما يراود والد الفنان سيراج مونير فأرسله إلى ألمانيا لدراسة الطب في عام 1918 وسافر تنفيذا لرغبة والده رغم حبه الكبير للفن وفي أحد النواد الألمانية تعرف الفنان سيراج مونير على مخرج ألماني سهل له العمل في السينما الألمانية بمرتب ثابت وبدلا من العكوف على دراسة الطب أخذ يطوف استوديوهات برلين عارضا لموهبته ومن ثم صرفته السينما عن دراسة الطب وهجرها لدراسة السينما مع المخرج محمد كريم وبعد عودته لمصر تفاجأت أسرته بدراساته السينما بدلا من الطب فأصيب والده بصدمة أندت لوفاته في اليوم الثاني بعد وصوله من ألمانيا وبعد ترضي أسرته له عمل مترجما في مصلحة التجارة لمدة خمسة سنوات إلا أن حنينه للتمثيل جعله ينضم لفرقة رمسيس مع يوسف وهبة ثم اختاره صديقه القديم المخرج محمد كريم لبطولة أول أفلامه السينمائية زينب الصامت أمام الفنان بهيج حافظ وسرعان ما توالت أعماله المسرحية منها سي عمر مع ناجيب الرحاني فأقام ببطولة ثمانية عشر عملا منها فيلم عن طر وليبليب الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا جعلت لشخصيته توازنا يتناسب مع وسطه الاجتماعي بعد تركه مجال الطب وفي عام الف وتسعمائة واثنين واربعين تزوج الفنان سيراج مونير من الفنانة ميمي شاكيب بعد قصة حب كبيرة وجمع الزوجين العديدة من الأفلام منها الحل الأخير وابن الذوات وكلمة الحق وفي فترة ما تدهورت أحوال السينما فقرر إنتاج فيلم حكم قرقوش وكلفه وقتها أربعين ألف جنيه وكان مبلغا ضخما لكن الفيلم لم يحقق سوى عشرة ألاف جنيه فقط فاضطر لرهن منزله الذي بناه ليكون عشة زوجية مع الفنانة ميمي شاكيب فلم يتحمل الخسارة وتوفي بالذبحة الصدرية في الثالث عشر من سبتمبر عام الف وتسعمائة وسبعة وخمسين عن عمر يناهز سبعة وخمسين عاما أهلا بيكم مرة تانية ومشاهدين نهاية الأسبوع وهنتكلم النهاردة عن مبادرة مهمة جدا من وزارة التضامن اسمها سكن كريم الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي يتبنت مبادرة لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة علشان يوفروا خدمات صرف صحي وميت شرب نظيفة للأسر ويحسنوا البنية التحتية لبيوتهم ويرمموها في أسئلة كتير حول مبادرة سكن كريم هنقدر إزاي نستفيد منها إيه هي أصلا هذه المبادرة ومين الأسر الأولى بهذه المبادرة وفقا لإيه بيتم اختيار الأسر أو بيتم اختيار المناطق أو المحافظات اللي هيتم فيها أو هتتم فيها مبادرة سكن كريم بالفعل المبادرة ابتدت في الشغل بس النهاردة هنوضح تفاصيلها بالكامل المعظفنا اللي منورنا في الستوديو مهندس محمد هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للأشغال العام أهلا بك يا فش مهندس منورنا أهلا بحضرتك وليا الشرف أن يكون معاكم أهلا بسياتة كيفان طيب في ناس كتير كانت متلخبطة في مبادرة سكن كريم وكانت متخيلة أن هي أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أن هم حاجة زي الإسكان اللي تبع المحافظة إسكان تبع وزارة الإسكان حاجة زي كده إحنا عايزين بس نشرح مبادرة سكن كريم عبارة عن إيه بالظبط مبادرة سكن كريم طبعا ليست إسكان اجتماعي وليست تخصيص مساكن للمواطنين أو للمحتاجين للسكن مبادرة سكن كريم مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في نهاية العام الماضي وبدأ تنفيذها مع مطلع العام الحالي 2018 الغرض منها أنه ندور على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر فقراً وأكثر احتياجاً والمواطنين اللي مساكنهم بتفتقد إلى أبسط قواعد الأدمية من ناحية في بيوت بلا سقف في بيوت بلا دورة مياه في بيوت بلا وصلات مياه شرب نقية في بيوت بلا وصلات صرف صحي أمنة الأسر دي هي دي اللي احنا بنسعى إليها و بنصل إليها الحمد لله و بدأنا كمرحلة أولى في المجموعة من المحافظات والقرى اللي حوالله لحضرتك دلوقتي و بنعمل مراجعة لحالة المنزل المنزل اللي محتاج سقف بيتم تسقيفه بيتم قاعدة تأهيله بيتم إنشاء دورة مياه أدمية بيتم توصيله بشبكات مياه الشرب النقية بيتم ربطه بوصلة صرف صحي لأن المواطنين دول من الأسر الأولى بالرعاية الأكثر فقرا اللي احنا بنختارهم أصلا من قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة المسجل فيها جميع الأسر التي تقدمت للقيد في برنامج تكافل وكرامة من الأسر الأكثر احتياجا اللي دخلها محدود أو اللي ملهاش دخل كافي للحياة الأدمية تمام و زي ما دايما بنقول أنه يعني من أفسد حقوق الإنسان بالإضافة إلى المأكل والمشرب وإلى العمل وإلى توفر خدمات الصحية وتتوفر الخدمات التعليمية والخدمات الإنسانية أن يكون له مأوى آمن وبالتالي الناس اللي هي عندها ظروف المسكن بالمواصفات اللي أنا وضعتها لحضرتك دي بنسعى إلى أن احنا نحول هذا السكن إلى سكن كريم يعني تتوفر في أفسط شروط الحياة الأدمية طيب إحنا شايفين قدامنا الصور عن الهواء حضرتك دي كانت برضو أثناء العمل على الاهتمام ببعض المنزل في أثناء ترميم أحد المساكن لأحد الأسر المستفيدة من البرنامج في إنشاء سقف أو إنشاء حائط للتركيب السقف عليه هي دي البيوت ودي الأسر في الصور دي اللي احنا بنسعى إليها وبنبحث عنها طيب بشمهدس دلوقتي في بعض الجمعيات الخيرية وناس كتير كنا بنسمع عنهم وبعض المتبرعين كانوا بيعملوا حاجة زي كده كانوا دائما بيروحوا للقرى الفقيرة واللي بيقدروا عليه طبعا هم بيقدرواش ياخدوا عدد كبير بس كاي بيقدروا عليه ياخدوا بيتين تلاتة يعمل لهم سقف يعمل لهم حيطة يوصل لهم وصلات مية بجامع طبعا من التبرعات حتى لو هم جروب مع بعض أو تابعين لجمعية بيعملوا الكلام ده طبعا وجود مثل هذه المبادرة تحت مظلة حكومية أو مظلة رسمية طبعا يعني حاجة أفضل بكثير إن بيكون فيه مرجعية رسمية للموضوع أو للمبادرة هل فيه تعاون ما بينكم وممكن يكون تعاون ما بينكم وبين هذه الجماعيات يعني عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من البيوت المحتاجة احنا مش بس بيبقى فيه تعاون مع الجماعات الاهلية هذه المبادرة ينبغي أن تتضافر فيها الجهود ما بين جهات متعددة علشان تقدر توفر أكبر قدر ممكن من الموارد ومن الإمكانيات لخدمة الأسر المستهدفة في هذا البرنامج الإنساني وبالتالي عندما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي هذه المبادرة بيتم التنسيق وتعاون فيها مش بس مع الجماعات الاهلية مع عدد من الوزارات زي وزارة الإسكان زي وزارة الأوقاف وزارة التنمية المحلية وزارة الأوقاف خصصت 100 مليون جنيه لدعم مبادرة سكن كريم وزارة الإسكان بتشترك معنا من خلال الشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتها التابعة في تنفيذ وصلات مياه الشرب وصلات الصرف الصحي وزارة الإدارة المحلية بتساعدنا في مراجعة البيوت من خلال وحدات الإدارة المحلية للتأكد من الأسر المستهدفة وأن هذه هي الأسر الأولى بالرعاية وبحث الحالات والتأكد من استحقاق هذه الأسر أما بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني الجماعات الأهلية والمؤسسات الأهلية فبتدخل معنا شريكة في تولي تنفيذ مكونات هذا البرنامج ومش بس المشاركة في تنفيذ المكونات أيضا في تمويل يعني إحنا بندخل في تمويل مكونات هذا المشروع من خلال صندوق دعم وأعانة الجماعات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن معالي الوزيرة خصصت 200 مليون جنيه من هذا الصندوق لدعم برنامج سكن كريم بالإضافة إلى 25 مليون جنيه من المؤسسة العامة للتكافر الاجتماعي المجامعيات الأهلية المشتركة معنا في هذا البرنامج بتدخل معنا بمساهمة ب20% من التمويل يعني إحنا وزارة التضامن الاجتماعي بتتحمل 80% من تمويل المكونات والجماعيات الأهلية القائمة بالتنفيذ بتبقى شريكة معنا في التنفيذ وفي التنويل ب20% من قيمة التنويل طيب كويس قوي دلوقتي بشمهندس فيه أي جامعية يعني هل أي جامعية أو أي مثلا مجموعة عم بيعملوا أعمال خير يقدروا يشتركوا معاكم في ده وبتبحثوا عنهم أو عن مثلا يعني طبعتهم مشهرين لهم صفة قانونية لأنا هقول حدك حاجة يعني جماعيات خيرية دي حاجة كويسة جدا وكلنا بنعتز بوجود جماعيات خيرية في بلدنا بس في جماعيات معينة بتأخذ التنويل بتوضي في حيط التانية خالص فحضراتكم إزاي بتبحثوا عن الجماعية اللي جاية تشترك معاكم أو عن حتى لو مجموعة مجموعة رجال الأعمال مجموعة سيدات بيحبوا أن هم يشتركوا مع بعض ويعملوا حاجات زي كده بتطلبوا منهم إيه بالضبط احنا برضو في معانا دخل مجموعة من رجال الأعمال والقطاع الخاص لدعم هذه المبادرة والجماعيات الأهلية اللي مشتركة معانا في تنفيذ هذا البرنامج وتمويله في الوقت الحالي احنا طبعا جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينبغي أن تكون مسجلة ومشارة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وبالتالي احنا عندنا في وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية أن احنا نقيم أداء هذه الجمعيات وبنتابع نشاطها وتاريخ إشارها وخبراتها وقدرتها على المشاركة في هذا البرنامج والجمعيات اللي يعني بتبادر إلى أنها تطلب مننا المشاركة معنا في تنفيذ هذا البرنامج بنرحب بيها طبعا لكن بنعمل نوع من التقييم للجمعية ولأداءها يعني مش أي حد جايب فلوسي طبعا ولجديتها في التنفيذ بالإضافة لأن احنا عندنا وسائل المراقبة والمتابعة يعني المستفيدين اللي بيتم اختيارهم علشان يتم دعمهم من خلال البرنامج بيتم اختيارهم من واقع قاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة اللي فيها جميع الأسر الفقيرة التي تقدمت للحصول على مسندة هذا البرنامج هو لو في حد مش مسجل في برنامج تكافل وكرامة وأسرة برضو فقيرة ما تعرفش يعني فيه ناس ما تعرفش هم يتسجلوا ازاي بتأكيد يعملوا اي بقى احنا بنسعى لهم وبنروح لهم بمعنى ان احنا مش بس بنختار من قاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة احنا ايضا بنراجع ميدانيا لانه في بعض الاحيان قد تكون بعض المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات غير دقيقة او غير صحيحة يعني مش عايز اقول انه في بعض الاحيان قد تكون المعلومات المقدمة معلومات مدلسة او مش مزبوطة عشان يحصل على معاش من خلال البرنامج احنا قبل ما بنبتدي تنفيذ المكونات والانشطة الخاصة بسكن كريم بنعمل بنعيد او بنعمل معينة ميدانية مرة اخرى لمنازل هذه الاسر ونتأكد من انتباق شروط عليها ونتأكد من حالتها وده بيكون من خلال الجامعات الاهلية الشريكة معانا من خلال شباب محترم هم بيبقوا دايما بيروحوا ميدانيا بينزل يزور الاسرة ويعاين المنزل ويتأكد من صحة البيانات المدرجة ولو وجدنا انه في بعض البيانات غير دقيقة او غير صحيحة بنستبعد هذه الحالة تماما اما بالنسبة للأسر التي ربما تكون ما عرفتش الطريق الى انها تطلب معاش ضمان اجتماعي او تسجل نفسها في تكافل وكرامة واحنا بنشغل في المناطق الفقيرة لان احنا برضو زي ما حقول لحضرتك احنا اخترنا المناطق الاكثر فقرا وبدأنا في المرحلة الاولى من برنامج ساكن كريم في الخمس محافظات الاكثر فقرا في مصر تبقى لمؤشرات وبيانات واحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحسن جميل هذه المحافظات هي محافظات المينيا واسوت وسهاج وإنة ولقص دي محافظات المرحلة الاولى اللي احنا شغالين فيها حاليا حضراتكم اشتغلتوا بالفعل في المحافظات دي وحققتم فيها ولا انتم لسه بتشتغلوا فيها الخطة للمرحلة الاولى في هذه المحافظات الخمسة تم اعدادها مع نهاية العام الماضي 2017 وبدأ التنفيذ في 2018 احنا الحمد لله لغاية دلوقتي حققنا منها حوالي 40% من المستهدف وان شاء الله بنتمنى مع تكامل وتوافر الموارد المطلوبة ان احنا ننتهي من تنفيذ انشطتها ومكوناتها مع منتصف العام القادم 2019 ان شاء الله طيب دلوقتي فاندم فيه تساؤل حول انواع وطبيعة المحافظات حضرتكم اخترت من المحافظاتي على اساس ان هي يعني الاكثر احتياجا او بيبقى فيها اماكن او قرى معينة بتكون لها احتياج اكثر هل كل محافظة الاماكن الفقيرة فيها بتختلف عن الماكن الفقييرة يعني مثلا المينيا ايه الاختلاف ما بين الاماكن اللي اشتغلت فيها في المينيا عن اسوان مثلا او عن لقصور دول محتاجين ايه اكثر دول محتاجين ايه اكثر يعني بيتعاملوا ازاي طيب معظم القرى دي الحقيقة الاحتياج الرئيسي عندها الصرف الصحي الصرف الصحي لأن معظم البيوت تبقى مبنية عشوائي يعني بيوت بسيطة ربما لا يوجد دورات مياه الممكن تبقى شبكات العمومية للصرف الصحي تمر من قدام بيته وليس قادم يعمل الوصلة المنزلية التي تربطها على هذه الشبكة لأنه لا يوجد لسوم أو 8 الوصلة دي يسدده لشركة مياه الشرب وصرف الصحي في المنطقة بتاعته تمام بعد كده في البيوت اللي محتاجة إلى تأهيل أو سقف بتأتي بعد كده في الأولوية أو في ترتيب الاحتياجات ثم وصلات مياه الشرب خصوصا أن الشتا داخل ويعني فيها يبقى طبعا الناس طبعا البيوت اللي بلها سقف دي يعني دي اللي احنا بندور عليها وعملنا نحاص لأن قاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة متسجل فيها الأسرة الفقيرة اللي هي طبعا في مؤشرات الفقر عندها والخدمات والداخل من بيانات الداخل والإنفاق والبيانات الجهاز المركز التعبير العامة والإحصى والحاجات دي بتحدد لنا مناطق جغرافية وقاعدة البيانات الخاصة بتكافل وكرامة بتحدد لنا الأسرة الأسرة بيبقى شكل البيت وحالته واحتياجه هل فيه وصلة مية شرب هل فيه وصلة صرف صحي هل له سقف هل البيت ده يعني طب حضراتكم بتبدأوا يعني مثلا فيه بيوت بيبقى مفيهاش فعلا سقف أو بيبقى السقف زي الخوص والحاجات دي فبيحتاجين سقف طبعا علشان يقدروا يعيشوا وفي نفس الوقت بيبقى ما فيهش صرف وما فيهش مية فهل بتشتغلوا حاجة حاجة ولا كله بالتوازن مع بعض لا كله بالتوازن مع بعض البيت اللي بنختاره ما يحتاجه من تأهيل بنعمله بالكامل مع بعض سواء وصلت مياه شرب أو وصلت صرف الصحي على المجاري العمومية أو الشبكات العمومية إذا كانت موجودة في القرية اللي بنشتغل فيها ودي اللي بيبقى لها أولوية عندنا لأن أنظمة الصرف الصحي يعني يمكن وزارة الإسكان مشكورة والشركة القبضة لمياه شرب وصرف الصحي والناس المسؤولين عن مياه وصرف في مصر معظم مناطق مصر كلها دي الوقت تم تقتيتها بمياه شرب يمكن بالنسبة لها وصلت إلى 97% أو 98% لكن الصرف الصحي في قرى مصر لم يتجاوز حتى الآن أكتر من 20% من القرى وبالتالي في حوالي 80% من القرى يعني لو كان مصري فيها 5000 قرية في 4000 قرية بيعانوا من مشكلة عدم وجود أنظمة عمومية وتقنية جيدة للتخلص من المخلفات الصرف الصحي ما أنه ده ضرره كبير يعني ضرره على المواطن ضرره على البيئة وعلى التلوث وعلى الأمراض وبالتالي فأعتقد المشروع ده يعني من أكثر مشاريع المفروض نولي لها اهتمام مشروع الصرف الصحيين أكيد وده دلوقتي الحقيقة فيه تواجه من الدولة إلى دعم هذا القطاع بشكل كبير وفيه مبادرة أخيرا أطلقت لزيادة عدد القرى اللي عندها أنظمة صرف الصحي عمومية ونظام جيد للتخلص من المخلفات الصرف الصحي وهذه المبادرة مدعومة من الحكومة ومن السيد الرئيس الشخصية مبادرة السكن كريم اللي احنا بدأناها في المحافظات الخامسة اللي أنا ذكرتها لحضرتك اختارنا مجموعة من القرى داخل هذه المحافظات التكلفة التقديرية اللي حددناها بناء على احتياجات الأسر اللي حتشارك معنا أو اللي بتستفيد من البرنامج حوالي 550 مليون جنيه ده اللي تم تحددهم لحد دلوقتي ده اللي تم تحددهم لحد دلوقتي بس ممكن يدخل أسر تانية أو ممكن يدخل بيوك تانية بتأكيد لأننا احنا بنتمنى أن دي كمرحلة أولى إذا انتهت إن شاء الله بنهاية بمنتصف العام القادم في حالة توفر الموارد كاملة ونكون خلصنا إن شاء الله حنبتدي في المرحلة التانية والمرحلة التانية حنضم فيها أربع محافظات أخرى اللي احنا مخططينها لنديتي المرحلة التانية في المدى المتوسط محافظات الجيزة وبني سويف والفيوم وأصوان اللي رفع إلى الخمسة اللي احنا اشتغلنا فيهم ثم نأمل بعد كده إن شاء الله بعد الانتهاء من المرحلة التانية إن احنا ننتقل إلى المرحلة التالتة وده كان توجيه من السيد الرئيس شخصيا لمعالي الوزيرة اشتغلوا ونشوف نتائج المرحلة الأولى وما تحقق فيها ونأمل بعد كده إن احنا نقدر نغطي كل محافظات مصر يعني بعد المرحلة التانية المرحلة التالتة إن شاء الله باقي محافظات مصر في الدلتة والواجه البحري يا حضراتكم بتستهدفوا كل المحافظات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية إن شاء الله بس المرحلة الأولى المحافظات الأكثر احتياجا في مؤشرات الفقر اللي هم الخمسة اللي بدأنا بيهم المرحلة التانية وطبعا مؤشرات يعني عايزة أقول لحضرتك إنه نسبة الفقر في الواكه الإبلي أعلى بكثير من الواكه البحري وفي ريف الواكه الإبلي أعلى من حضر الواكه الإبلي يعني إحنا عشان كده بنشتغل في قرى الواكه الإبلي وهي المناطق الأولى بالرعاية الغريبة فاندم يعني عدد كبير من القرى في الصعيد بتزيد فيها نسبة الفقر اللي هي يعني لو قدرنا عدد الفقراء أو المحسوبين إنهم ضمن شريحة الأكثر فقرا إلى عدد سكان القرية بتزيد عن 50% في كثير من القرى ومش عايزة أقول لحضرتك إنها بتوصل إلى 90% في بعض القرى 90% يعني كل سكان القرية؟ تعبنين ويعتبروا من الأسلحة الفقراء أنا بس الكلام الحاجة بتقوله ده يعني طبعا حضراتكم مشكورين مع وزارة الإسكان ووزارة الأوقاف ووزارة تنوية المحلية لا حل هذه المشكلة الكلام ده موجع جدا إن 90% من سكان قرية يكونوا تحت خط الفقر قرية يعني إيه قرية؟ قرية يعني بيوت بسيطة يعني أرض زراعية أنا إيه مشكلتي بقى في الأرض الزراعية؟ دلوقتي أنا عندي مشكلة إن الأرض دي الناس دي ما بتشتغلش مزارعين في الأرض ولا ما بيشتغلوش خالص ولا الأرض فيها مشكلة فالناس مش عارفة تشتغل ولا إيه اللي بيحصل بالضبط بيخلي الموقف متجمد في قرية موجودة في مصر وإحنا المفروض إن إحنا بنشتهر بالزراع يعني يمكن مساحة الأراضي الزراعية في بعض الزمامات في هذه القرى بتبقى محدودة الملكيات محدودة العمالة الموسمية اللي بتشتغل العمالة العادية وأبناء هذه القرى ربما بيجدوش فرص عمل كافية للرزق في بعض الأسر اللي يعني بتعولها أرمالة أو مطلقة أو سيدة أو عائلها غائب عنها بتعاني برضو في كسب الرزق أو كسب قوتها أو تحسين بيوتها يعني يمكن أحد برضو الأهداف المبادر السكن كريم بتساعدنا فيها وبتحققنا فيها وإن كان هدف يعني غير منظور اللي هو تشغيل الناس دي في تنفيذ مكونات المشروع وإيجاد فرص عمل لهم في تنفيذ أعمال تأهيل المنازل وتسقفها يعني هم نفسهم ممكن يكونوا بيشتغلوا بالضبط إن أنا أقدر أوفر لهم والعمالة الموجودة بتتاح لهم فرص عمل صحيح هذه الفرص مؤقتة بفترة تنفيذ المشروع لكن هي بتساعد أن العمالة المتعطلة وخصوصا العمالة العادية اللي هي يعني بتستغل في أعمال الحفر والردم والتحميل والتفريغ وكده بالإضافة إلى العمالة المتعصتة المهارة أو المهارة زي النجارين والسباكين والحددين بيستغلوا في تنفيذ هذه المكونات برضو فرص عمل إضافية بتتاح أثناء تنفيذ المشروعات ديت بالإضافة إلى فرص العمل المتاحة عندهم في أنشطة الزراعة أو الأنشطة الموسمية فده بتبقى إضافة إلى فرص العمل المتاحة يعني لو قلنا احنا بنمول البرنامج ده في أحد المحافظات بمئة مليون جنيه مكون الأجور من المئة مليون جنيه دولت بعد تمام التنفيذ ممكن يصل إلى مثلا تلاتين مليون أو أربعين مليون تم ضخهم فيه جيوب العمال الفقراء اللي شاركوا فيه تنفيذ مكونات هذا المشروع كأجور فبرضه بيعمل نوع من أن نقل تنشيط الاقتصادي في فترة التنفيذ المشروع طيب هل هنا أنا قبل ما أدخل بقى في الشق برضه أو التنشيط الاقتصادي هل حضراتكم يعني بتتضمن مبادرة سكن كريم أن احنا ممكن نلاقي مثلا مدرسة أو مكان يعني ما زي فصول اللي بتبقى فيه كده فصول بتبقى فصل واحد بيعلموا فيها الأولاد في هذه القرى لو الفصل ده أو المدرسة دي محتاجة حاجة هل حضراتكم في المبادرة دي بتقوموا بيها لو محتاجة لأن فيه طبعا ما بيبقاش فيه صيانة قوي للمدرس دي فساعات برضه وده أولا عام الدراسي داخل سنين فيه شتاء والأطفال ما يحتملوش طبعا أن هم يعودوا في فصل بيحصل فيه كده يعني الحقيقة الأبنية اللي من هذا النوع ليست من المستهدفات الخاصة ببرنامج سكن كريم لأن سكن كريم بيستهدف منازل للأسر نفسها اللي شرحتها لحضراتك مش للمباني الخاصة بالحكومية أو الخاصة بالمدارس أو الوحدات الصحية أو الحاجات دي لأن دي لها وزارات مسؤولة عنها ولها هيئات مسؤولة عنها المفروض أنها تقوم بالصيانة أو الترميم أو التأهيل لكن البرنامج بتاعنا الحقيقة بيسعى إلى الأسر اللي هي فعلا في حاجة إلى الحماية وإلى الدعا يعني زي ما حضرتك عارفة أنه دائما مزارة التضامن الاجتماعي لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية برنامج تكافل وكرامة برنامج التضامن الاجتماعي برامج لرعاية الإعاقة برامج لرعاية الأسرة والطفل كل ده الحقيقة ثم مبادرة سكن كريم اللي احنا شغالين فيها لكن يعني إن شاء الله الدولة لها اتجاهات في ما يتعلق بي طبعا يعني كنت بسأل التوضيح بس طيب في نقطة هنا هل متطلب من الناس دي دي طبعا ده سؤالة تسألنا على الفيسبوك هل متطلب من الناس أو هذه الأسرة هل هي تقدم أي حاجة أو تعلم هي عن نفسها ولا تستنى لما حضراتكم تروح لهم احنا اللي بنروح لهم لكن لو أن هناك أسرة استشعرت أنها تنطبق عليها الشروط الخاصة بأن هما فعلا بيعانوا من مؤشرات الفقر الموجودة وأن بيتهم في حاجة إلى تأهيل وتقدموا إلينا بطلب واحنا بالفعل يعني يمكن حضرتك سألتي طب اللي مش مسجل في قاعدة تكافل وكرامة ممكن توصلوا له طبعا نوصلوا هو بيبعث لكم والحضراتكم تأملوا جوالات ميدانية طول الوقت ونشتغل فيها أثناء المعاينة الميدانية عندما يتضح وجود بعض الأسر اللي بتنطبق عليها الشروط وغير مسجلة عندنا في قاعدة البيانات بنضفها وبنبحث حالتها وبناخد بياناتها وبندركها ضمن أنشطة المشروع في بعض المسؤولين أو بعض السادة النواب أعضاء مجلس النواب بيجونا ويقولوا والله إحنا في حالات في المناطق بتاعتنا بتحتاج إلى أنها ينظر إليها كأسر أولى بالرعاية وممكن إدراكها في سكن كريم بنبحث حالتها على الفور ونرجحها ميدانيا ونتأكد من صحة هذه البيانات والمعلومات وبندركها معنا في البرنامج طب إيه أكبر عائق بيقابلكم في تنفيذ هذه المبادرة؟ أكبر مشكلة ممكن تكون إيه؟ التمويل التمويل بس؟ التمويل ودي نمرت واحد يعني لأنه إحنا الغد دلوقتي المرحلة الأولى ربما تكون محتاج تمويل أكتر من المتاح عندنا موارد ودلوقتي يعني إحنا عندنا موارد دلوقتي خصصناها من وزارة التضامن فيه مساهمات معنا من الجامعات الأهلية الشريكة ومعنا جامعات محترمة جدا شغالة معنا تمام وفيه دخل بعض رجال الأعمال وبعض القطاع الخاص فيه دعمنا بالتنويل فيه 100 مليون خدناهم الحمد لله بمبادرة كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من وزارة الأوقاف وتم توقيع البروتوكول التعاون الأسبوع اللي فات فإحنا يعني عاوزين المزيد من التنويل وفيه بعض مبادرات من القطاع الخاص لبق سبيع الحمد لله دخلت معنا في هذا وفيه شركة بترول في دخلة برضو معكوب التنويل سمعت عن البرنامج أيوة سمعت عن البرنامج ما هأنا دي بقى أنا من نسبة لي فانضم النقطة الأكتر من التنويل عشان كده أنا بسأل سيادتك التصويق للمبادرة لازم الباركة فيكم أه ما أنا عاكفة الباركة فيكم لا يعني أنا طبعا إحنا طبعا لنا دور كبير جدا بس أنا دائما بأؤمن أن مثل هذه المبادرات الإنسانية خصوصا من وزارة التضامن لأن معظم مبادرات وزارة التضامن بتعمل في هذا المجال الإنساني والتكامل الاجتماعي اللي احنا دايما بندور عليه الإعلان عنها أو مثلا الحمالات الإعلانية عنها لازم تكون مكسفة جدا وحتى إذا جبتش يعني أعتقد أن بواجبات وطنية على الجميع حتى لو شركات خاصة أو مجموعة من الشخصيات العامة أو الفنانين أن هي تعلن عن ده لأن هم فانضم بيعلنوا عن الجمعيات الخاصة يعني إحنا بنشوف طول رمضان إعلانات للجمعيات الخاصة فنانين وشخصيات عامة وحاجات زي كده فأعتقد أن طبعا عشان نكمل الدور أنا ما بقولش مثلا أن ده حلو وده وحش بس أنا بقول أن أنا أعتقد أن الأولى لو هم مبادرة التضامن الاجتماعي هتعمل حاجة زي دي فأنا أولى أن أعلن عنها بشكل مجاني على الأقل لأكون شركة بأجري في هذه المبادرة يعني طبعا ميزانية أن إحنا نعمل كامبين أو إعلانات بتكون ميزانية كبيرة فهي دي بس النقطة اللي أنا دايما بطلب فيها علشان كده حضرتك إحنا بنشتغل مش عايزة أقول في صمت بالعكس إحنا بنسعى تماما إلى أنه أي مبادرة أو أي قرى نشتغل فيها أنه يتم الإعلان عنها حتى يكون ده تحفيز وحافظ قوي لراغيب المبادرة أو على الأقل تعريف بها ربما تلفت أنظار بعض الناس الباحثين عن المساهمة في المسؤولية الاجتماعية ويعني فيه ناس كتير والله الحمد في مصر بيشعوا إلى الدعم التنمية الاجتماعية بيشعوا إلى المشاركة بالزكاة الأموال أو بالتبرعات في مثل هذه المشروعات فإحنا طبعا بنسعد لما بيعلن عن هذه المبادرة لما بنمضي أي بروتوكول أو اتفاق للتعاون بخصوص هذه المبادرة بنعلن عنه والصحافة والإعلام بتتكلم عنه ومعالي الوزيرة بتدي بيانات عن مضمون هذا البروتوكول وتوجهاته وقيمته ومين اللي حيشارك فيه من الأطراف سواء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو من القطاع الخاص أو إحنا كوزارة التضامن الاجتماعي وبالتالي يعني بنحاول أن إحنا نلفت الأنظار لكن اللي حيلفت الأنظار أكتر أن ربنا يوفقنا ونحقق المستهدف من هذا والعمل على الأرض أن الناس يجي تشوفوا وتصوروا ويشوفوا حال البيت كان إيه قبل التأهيل وكيف أصبح بعد التأهيل وكيف أن المواطن تحسن ظروفه البيئية والصحية والخدمية في مكانه بعد تدخل هذه المبادرة تمام يعني أنا الحقيقة بحي حضرتك وبحي وزارة التضامن على هذا المجهود وكل ما نشارك فيه مبادرة سكن كريم أتمنى لو في حد سمعنا سواء يعني هو شخصية عامة أو حد عنده فكرة للإعلان أو حد متبرع بفكرة متبرع بمجهود متبرع بأنه يعلم عن هذه المبادرة ده يعتبر منه واجب وطني ويعتبر أيضا تعتبر مشاركة منه في هذه المبادرة مش شرط المشاركة هنا هتكون تمويل أو فلوس بس إحنا هنشارك كل واحد في مكانه بالطريقة اللي يقدر عليها اللي يقدر يتكلم عن الموضوع زي ما عملنا النهاردة يعمل اللي يقدر يعلن بطريقته الخاصة يعمل إذا كان عندنا شباب عندهم أفكار حلوة كتير جدا ويقدروا أن هم يروحوا مع الناس ويتكلموا معاهم ويصوروا قبل وبعد عندنا مواهب كتيرة جدا أعتقد أن احنا علشان نحقق فكرة أو مصطلح التكامل أو التكافل خلينا دايما نكون على دراية بمشاكل بعض أنا بشكرك جدا يا فندم وبحيي حضرتك مرة أخرى مهندس محمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للأشغال العامة حياتي حضرتك شكرا لحضرتك وليقناة دليم على إتاحة هذه الفرصة وأنا أتمنى أنها تكون زي ما حضرتك قلتي فرصة للتعرف على هذا البرنامج الإنساني ودعوة جميع المؤسسات المدنية والقطاع الخاص للمساهمة ودعمها هذا البرنامج الإنسان أكيد قبل ما نروح للفقرة التالية هنشوف مع بعض فيديو عن سكن كريم مشاهدي نهاية الأسبوع ابقوا معنا أجيال جاية في مصر من حقها تعيش في أمان لأن الفقر مش أكل وشرب بس في مخاطر كتير بتواجهنا وبنحاربها وفي الصعيد محتاجين نوصل للناس ونحس بيهم لأن دا حقهم علينا مشاكل البيت كتير أما قدرنا حتى أجيبهش كارت اسمان ولا عندنا تلاجة ولا حاجة داي يوم يشتغلوا عشرة قاعد يعني شغل طور يعني أمي يعني يجبها على رأسه من أخر الدنيا من الشارق يعني أمي حمي نشبه فيها ولا عندنا تلاجة ولا عندنا حاجات خالص يعني البيت فيه مشاكل كتير مش قادرنا نجيبولي حاجة أما يبها نتلش في الشتاء يعني تعبان حاجة يدخل علينا حاجة أما نخافه يعني بقدر الحط أنا مقرم وفي سردة من قر مرتبة مش قادرين يعني نجيبولي مرتبة نفسي يعني ندخل علي دولة المدرس كالف العيال الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وشركاء كتير تانية هتوصل لستة وعشرين قرية وخمسة وتلاتين ألف أسرة كمرحلة أولى عشان يصل الضعم المستحقي ويتنفذ المشروع على أرض الواقع ونشغل شباب القرى والمحافظات من ساعة الجوزة أنا عايش على كي الجوزة في الوضع دي أولادي بنا مجهو وأنا بنا مع المصطبة دي بفكر بقعد مع نفسكي عايزة أقول أبن بيتي ما حلتيش حاجة نظري ضعيف وقلبي تعبني ونقدرش اشتغل ما حدش رضي شغالي يقول لأنت تعبان أنا ما عنديش حمام الصراحة أكذب عليك ما عنديش بقى بقى بصار في الخالة بر بقى من الجاران بقى من الجاران منوّر من الجاران برطة لندو ومروحة بس مثلني القبض عليها عشر جنيه للدكان جانب بينها شو سكر وبدان مهنين ومهنين لحد القبض نفسيتي تعبانة ونعيش دي من حق كل مواطن يعيش في مسكن آمن وده بينصها للدستور وعشان كده من خلال قاعة بيانات تكافل وكرامة هنوفر للأسر الأقصر فقرا خدمات للصرف الصحي ومية نظيفة وسقف يتحاموا فيه عشان يبقى ليهم سكن آمن وكريم دائما بنقول مفيش أغلى من الصحة الصحة هي اللي بتخلينا يبقى عندنا قوة انتاجية قوة تعليمية قوة فكر وبالتالي دولة قوية من هنا دكتورة هالة زيت وزير الصحة والسكان كانت أطلاقة الحياة دورة تدريبية الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي وكمان الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية كان الحقيقة في حضور ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة الوزيرة قالت أن المسح الصحي الشامل للكشف عن فيروس سيه يشمل فئات الأقل من 18 سنة ودول حوالي أو عفوا الأكتر من 18 سنة اللي هم من 45 إلى 52 وعدد كبير من المواطنين أيضا كل التفاصيل دي يعني المسح الشامل ده عبارة عن إيه مين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات يعني إيه مصاب بفيروس انتكس لأن دي كان تساؤل عند ناس كتير جدا يعني إيه انتكاسة بعد الفيروس إزاي أتفاد هذه الانتكاسة كل هذا وأكثر هنعرفه معظفنا اللي بنورنا في الستوديو الأستاذ الدكتور إمام واكد أستاذ طب الكبد بمعهد الكبد القومي وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات أهلا بيك يا دكتور مواطنين طيب الأول نتكلم عن مبادرة المسح الشامل دي عبارة عن إيه بالضبط يا فندم عايزين شرح كده مفصل لها فيروس في معظم المرضى ملوش أعراض ملوش أعراض ملوش أعراض وما بيكتشفش إلا بالتحليل إحنا من أربع سنين يبتدى يبقى فيه أدوية فعالة ونجحة جدا لعلاج فيروس C فكل من كان عارف أن عنده فيروس C ومتشخص بالمرض أخذ العلاج وتم علاجه ويمكن تقريبا كلهم أو 98 أو 97% منهم تم شفاءهم من فيروس C تمام إنما في مصر يمكن من 3 إلى 4 مليون مصاب فيروس C ما يعرفوش أن عندهم فيروس C دول للقضاء على فيروس C في مصر وعشان مصر تبقى خالية من فيروس C لازم نكتشفهم ونعارجهم من هنا كانت مبادرة السيد الرئيس الجمهورية للمسح الشامل اللي اكتشف فيروس C تمام المسح الشامل حيتم الكشف على كل من هو فوق سن 18 سنة في مصر بتحليل بشكل الأكتر من 18 مش لسن معي لا فوق 18 فوق 18 وخلص أي سن التحليل بسيط جدا شكة بنقطة دم زي تحليل السكر بالشريط وفي عشر دقائق حيتعرف إذا كان عنده فيروس C ولا لا اللي عنده فيروس C حياخد العلاج على طول في خلال أيام حيكون عمل التحليل التأكيدي ويتحول إلى مكان العلاج والكشف والعلاج بالمجان على نفقة وزارة الصحة أو نفقة الدولة طب حضرتك دلوقتي قلت النقطة مهمة جدا إن الفيروس فيروس C في معظم الحالات أو عندنا معظم المرضى ما فيش أعراض وإحنا عندنا هنا ثقافة في مصر طالما أنا موقعتش من طولي ما روحش للدكتور فأنا يعني عايزة أعرف أنا حضراتكم أكيد بيبقى في مجهود عليكم في قصة أن أنا أكشف على الناس أو أقولوا أنا بطمن إذا كان أنت عندك فيروس أو لا هي دي الفكرة من المسح السكاني فيروس C مالوش أعراض إلا لما بيعمل مرض متقدم قوي في الكبد أيوة واكتشاف الفيروس في مراحلة المبكرة بيبقى علاجه سهل جدا والكبد بيشفى تماما وما يبقاش الشخص عنده أي مشاكل في الكبد بعد كده عشان كده احنا بنشجع كل الناس إنها تحلل كل واحد لازم يحلل يعرف عنده فيروس C أو لا لأن دلوقتي اللي عنده فيروس C هيتعالج وحيخف طبعا ونسبة الشفاء في اللي ما عندهمش أمراض متقدمة في الكبد تقريبا 100% اللي علاج سهل وبسيط ومالوش أسار جانبية ومالوش مضاعفات طبعا يعني أولا العلاج بيمنع المرض في المستقبل ونمرأة اتنين بيمنع إصابة الآخرين لأنه فيروس C فيروس معدي والمريض اللي ما اكتشفش عنده الفيروس بيبقى مصدر عدوى للآخرين في السنوات الخادمة آه طيب إزاي بينطاق الفيروس C من مريض لآخر الفيروس C بينطنقل عن طريق الدم ومشتقاته آه معدي عن طريق الدم معدي عن طريق الدم يعني لو أدوات جراحية مش معقمة لو حقن مشتركة لو فرشت سنان مشتركة مسحلاء مشترك كل دي حاجات ممكن تنقل العداد سيئة ممكن تنقل هي معظمها عداد سيئة أو آه 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 مستوى المتدني من الخدمة الصحية آه كان زمان بيتنيل عن طريق الدم ونقل الدم لما ما كانش الدم بيتحلل الفيروس C من الوقت كل الدم تقريبا بيتحلل الفيروس C وبيكتشف وما فيش نقل الدم إلا فيما ندر يعني آه 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 كل ما نعالج ناس أكتر بتقل فرص الإصابة أكتر طب إحنا فالمسح الشامل ده لو قدرنا نوصل لمعظم المرضى ونعالجهم أو معظم المصابين ونعالجهم آه كويس قوي إحنا دلوقتي يا فندم قطعنا شرط كبير جدا في العلاج آه الخاص بفيروس C إحنا كنا فين بالضبط وصلنا لحد فين ونقص لنا أي إحنا كنا فين إحنا كنا قبل سنة 2014 كنا بنعالج 50 ألف مريض سنويا في مصر بعلاج غالي جدا ومتعب جدا واثار الجانبية الشديدة جدا كانت حققا للانتفيرون وكان المريض بياخد حققنا كل أسبوع لمدة سنة آه انتفيرون القديم ده بالنسبة شفاء أهل من 50% يعني كان اللي بين 50 ألف اللي بنعالجهم اللي بيشفى منهم حوالين العشرين ألف وتلاتين ألف ما بيروحش منهم الويروس وكان عندنا إصابات جديدة بين 100 و 170 ألف مريض جديد كل سنة فكان فيروس C في ازدياد من سنة 2014 لمجات الأدوية الجديدة والدولة تبنت علاج المواطنين على حساب الدولة بينا بنعالج يعني ابتدينا 200 ألف واحد سنة 2015 وبعين 600 ألف واحد سنة 2016 لغاية ما عالجنا تقريبا 2.2 مليون مواطن بنسبة شفاء 98% تمام فالأربع سنين اللي فاتوا شفية حوالي 2 مليون الـ 15 سنة اللي قابليهم الشفاء فيهم ما كانش أكتر من 200 ألف وكان فيه حوالي 2 مليون و15 سنة 200 ألف اللي تم شفاءهم من البعاية اللي تم شفاءهم من البعاية كل ده بالأدوية يعني فرق الدولة حديثة وفرق سهولة العلاج وفرق التحمل أو التكفل الدولة بالعلاج قبل كده كان العلاج غالي وكانت الناس بتهرب من الحؤن لأنها تبقى متعبة لحاجات تانية كانت مناسبة لمجموعة قليلة قوي من المرضى يعني اللي كان عنده مرض متقدم في الكبد ما كانتش الحؤن تنفعله واللي عنده مرض بسيط في الكبد ما كانتش عارف انه عنده فيروس تمام وزي ما قلت حيثت نسبة الشفاء كانت قليلة قوي الأدوية الجديدة غيرت الكلام ده كله وبقت العلاج سهل وبلاش كل من عنده فيروس يم يتعالج ببلاش دكتور هل في مثلا وقاية من هذا الفيروس قبل بس منطقة للفيروسات الأخرى ما فيش تطعيم الفيروس الوقاية هي بتجنب العدوى وتجنب العدوى أحسن وسيلة لتجنب العدوى هي علاج المرضى كل من عالج مرضى أكتر بنقل لنسبة العدوى أكتر إنما ده ما يعنيش إن منع العدوى أو أساليب منع العدوى لازم تبقى على أعلى مستوى في مصر كلها في المستشفيات والأيادات فالدم الآمن الحؤن الآمنة الحؤن المحوود أن كل الحؤن تبقى حؤن استخدام مرة لا يمكن استخدام تبقى حؤن زيتية التدمير أو التي لا تستخدمها غير مرة واحدة ولا يمكن استخدامها تاني الحؤنة بتبوز بعد استخدامها الأول مرة ده لازم يعمم في مصر كلها وزارة الصحة عاملة مصنع أو متبنية مصنع يبدأ يعمل الحؤن زيتية التدمير بس نأمل أن ده يعمم في كل الحؤن في مصر من أأمن الطرق يعني إنما المسح الشامل لو قدرنا نوصل لمعظم أو تقريبا معظم المرضى ده هيخلي ما فيش عدوة جديدة في مصر في السنوات القادمة إن شاء الله طيب دكتور هنا بقى سؤالي عن الناس اللي كانت بتسأل عن حكاية الانتكاسة يعني إيه مريض فيروس يمنتكس وهو مفروض أنه أخذ الكورس بتاع العلاج بالكامل الكذا شهر بتوع العلاج بالشكل اللي المفروض الدكتور طلبوا منه بعد كده ببص لقيه ممكن يكون جالوا الفيروس مرة تانية إيه سبب الانتكاسة دي؟ بشكل أكبر بقى هو حك أثناء العلاج بالأدوية الحديثة كل المرضى بيبقى عندهم الفيروس مش موجود في الدم تمانية وتسعين في المية من المرضى هيفضل الفيروس مش موجود على طول بعد كده دول يبقوا شوفوا تماما تماما في من اثنين إلى اثنين ونصف في المية من المرضى اللي خدوا العلاج والفيروس ما كانش عندهم أثناء العلاج لما بنحللهم بعد شهرين أو ثلاثة من العلاج بنلاقي الفيروس رجعتين ليه بقى؟ الفيروس رجعتين لأسباب ما نعرفهاش إنما غالبا بيبقى عندهم مرض كبد متقدم يهما مدة العلاج ما كانتش كافية يهما المرضيد ما التزمش بالعلاج كاملا المنتكسين اللي حصل لهم انتكاسة معنا الانتكاسة أن الفيروس رجع بعد ما كان مختفي أثناء العلاج دول بيعالجوا تاني بيعالجوا بأدوية تانية والأدوية التانية اللي بيعالجوا بيها نسبة شفاها عالية جدا فدول يعني غالبا حيشفو كلهم طيب يبقى هو دلوقتي بعد لما يتلقى العلاج لازم يرجع يعمل بقى تحليل دوري أو كشف دوري كل دقيقة نتأكد أن الويروس اختفى فكل شهر أعمل بقى بيحل المرة واحدة بعد انتهاء العلاج بثلاثة شهر لو الفيروس كان مش موجود بعد انتهاء العلاج بثلاثة شهر بيبقى المريض شفايا تماما من ويروسه ومعندوان ويروسه ومش موعد يبعلي كده لو لقينا الويروس موجود بعد الثلاثة شهر ويأداء نتكس عنده الويروس فده بنعالجه تاني طيب ليه دايما فيه معقولة ان الفيروس سي لما بيتساب أو بيهمل بيسبب سرطان الكبد هل معقولة دي صحيحة المعقولة دي مش دقيقة هو ويروس ري ما بيسببش سرطان الكبد هو ويروس ري لو تساب في 20% من الناس بيسبب تلايف في الكبد 80% من الناس لو الويروس ما تعليقش عندهم مش حصل لهم تلايف ولا حصل لهم سرطان العشرين في المائة اللي بيحصل لهم تلايف على مرة السنين ممكن جزء منهم اللي حصلوا سرطان في الكبد هو التلايف دليل ياجف عنده؟ التلايف ليس له علاج عشان كده احنا عاوزين نعالج الناس بدري قبل ما يحصل تلايف في الكبد فالمسح الشامل حقيقة يهدف الى ان احنا نكتشف المرض في الناس اللي ما عندهش اعراض فانعالجها بدري فيخفه فما يجي لهمش تلايف هو السرطان ما بيجيش الى بعد التلايف لما بقى الحالة تبقى متقدمة جدا هو بيجي في اقل من 20% من المصابين بالتلايف فسرطان الكبد في اقل من 5% من المصابين بالفيروس سي اه تمام يعني سرطان الكبد مش المسبب ليه فيروس سي مسبب فيه تلايف الكبد ناتج عن فيروس سي في قلة من المرض طيب دلوقتي فاند يعني نسب الاصابة بفيروس سي بتبقى مثلا حالك قلت وفقا لبعض العادات السيئة او استخدام مثلا حاجات يعني زي حقن زي موس من عند الدكتور سنان حاجات زي كده بس هنا انا المشي شايفه بيشمل اكتر يعني من اول 18 سنة اللي تحت 18 سنة ما يعملوش تحليل ولا مافيش احتمالية لاصابتهم ولا اي بذ كان ناتج عن الحقن القديمة بتاعت البلهرسيا في الستينات والسبعينات. بتتاخد حقنة من شخص الشخص؟ كان زمان مفيش حقن بتتعقم وكانش في حقن بلاستيك وكان البلهرسيا بتتعالج بحقن في الوريد. فأكثر الإصابة في كبار السن. يعني اللي تحت 18 سنة نسبة الإصابة فيهم أقل من 1%. أقل من 1 سنة؟ أقل من 1%. اللي فوق 40 سنة نسبة الإصابة فيهم أكثر من 15%. فاللي تحت 18 سنة ما فيهمش بايروسي تقريباً. ما حضروش؟ ما حضروش وما تعدوش ولسه ما تعدوش من المجتمع وما تنقلهمش عدوى بطرق مختلفة. فدول هيؤجلوا المسح فيهم إلى المرحلة التالية. بس هيحصل يعني؟ هيحصل يعني. في الأول المسح هيهدف إلى فوق 18 سنة اللي هم حوالي 50 مليون. بعد كده السنة الجاية لما نخلص الفوق 18 سنة. هيبقى فيه مسح اللي منهم فوق 12 سنة. لأن فوق 12 سنة فيه علاج سهل فيروسي. اللي تحت 12 سنة دول تقريباً ما فيهمش فيروسي خالص. نسبة الإصابة فيهم أعلى من نص أو ربع في المية. ودول يعني لو تم مسح ليهم لازم يستنى لما يبقى فيه علاج مرخص للي تحت 12 سنة. تمام. طيب فانتم دلوقتي ننتقل بقى لنوطة تانية. وفيه برضو ناس كتير كانت تتكلم على فيروس بي. خطورة فيروس بي. وإيه هو بالزبط؟ هل هو أكثر خطورة من فيروسي ولا لأ؟ وإن كان غير معلن عنه قوي يعني أو الناس بتكلمش عنه كتير زي فيروسي. يعني دايماً بنتكلم عنه. أنا عايزة عرف إيه هو فيروس بي. ومدى خطورته إيه بالزبط؟ فيروس بي فيروس شبيه أوي فيروس سي. برضو بيصيب الكبد وبيعمل مرض مزمن في الكبد. وبيتنقل بنفس الطريقة تقريباً عن طريق الدم ومشتقاته والحاجات التي تنقل دم. بس بيتنقل برضو عن طريق الـ بيتنقل من الأم الحامل إلى الجنين أثناء الولادة. وبيتنقل بالمعشرة الزوجية. بس سي لأ؟ سي لأ. أما ده كده يبقى أكثر خطورة فعلا؟ هو يعني قد يكون أكثر خطورة لما فيروس بي له تطعيم. والتطعيم في مصر كل المواليد في مصر بيطعاموا من سنة 93. فكل من هم تحت 25 سنة في مصر ما عندهمش فيروس بي. طب واللي فوق. واللي فوق نسبة الإصابة فيهم قليلة يعني. نسبة الإصابة في مصر كلها حوالي الواحد أقل من واحد في المية. يمكن 8 من 10 في المية أو 9 من 10 في المية. فوق الـ 25 سنة نسبة الإصابة حوالي 2-3 في المية. فده طبعا نسبة الإصابة أقل قوي من فيروس سي. أوكي. فيروس بي ما لهش علاج شافي زي فيروس سي. يعني فيروس سي له علاج شافي. المريض بيشفى ما بيش عنده فيروس. فيروس بي المريض هيحتاج لو عنده فيروس بي وعنده مرض لازم ياخد العلاج باستمرار. مدى الحياة؟ غالبا مدى الحياة غالبا. بس هو كده كده له تطعيم؟ إنه له تطعيم. يعني برضو بننصح الناس كلها أنها تطعم الفيروس بي اللي ما عندهوش مناعة أو ما تعرضش الفيروس بي قبل كده. كل من هم تحت 25 سنة تطعموا خلاص. يعني دي ما فيش عندهم شي مشكلة. تماما. برضو المسح الشامل اللي هيتعمل غير أنه هيهدف الاكتشاف فيروس سي. هيهدف الاكتشاف حاجات مهمة جدا. اللي هي كل اللي هيروح للمسح هيتكشف عليه للسكر والضغط والوزن الزايد أو السمنة. تماما. برضو السكر مولوش أعراض والضغط مولوش أعراض إلا في باندر. فاللي عنده سكر لازم يعرف عشان يتعالج. واللي عنده ضغط لازم يعرف عشان يتعالج. كل جي حاجات بتقلل المرض في المستقبل. طيب منتكلم بأفهم شوية عن السكر والسمنة. الحاجات دي برضو إحنا ما بنبقاش مدركين لها قوي إلا لما بتحصل مشكلة كبيرة. فأنا أخذ احتياطات إزاي؟ أعرف إزاي؟ يعني التوعية أو الدور التوعاوي بيبقى عامل إزاي؟ أولا السمنة بتبقى واضحة يعني الوزن الزايد واضح. والشخص عارف إن وزنه زايد في الكشف في المسح الشامل حيتقلوا على وزنه وحيوجه إلى مكان يساعدوا فيه. مشكلة الناس تبقى مدركة إن دي مشكلة أقولك أنا هعمل. يعني اللي حيروح يتقلوا يعني. ولازم يكون فيه توعية إن الوزن الزايد ده مثلا ممكن يسبب أمراض تانية. ممكن يعمل مشاكل ممكن في مراحل عمرية يعني بيعمل مضاعفات كبيرة جدا يعني. الوزن الزايد أساس كثير جدا من الأمراض. زي السكر والضغط وأمراض القلب وأمراض الشرايين وأمراض المفاصل وأمراض الكبد. يعني الوزن الزايد أحد أسباب تدهن الكبد أو التهاب الدهني في الكبد. وده أحد الأسباب اللي بتؤدي إلى تلايف الكبد. كل الأمراض تقريبا مرتبطة بزيادة الوزن. المسح الشامل بالمبادرة للأمراض غير المعدية حيهدف إلى اكتشاف الوزن الزايد. اللي عندهم وزن زايد حتى لو مش باين. لأن الوزن الزايد له قياسات محددة. مش لازم يبقين أن هو وزن زايد قوي. بس دايما أسمع شكلة إيه ده عنده دهون على الكبد. هل ده بس من الوزن الزايد؟ ولا مثلا الدهون دي بتيجي من حاجات تانية طريقة أكل غلط؟ يعني أي حاجة تانية؟ غالبا بتبقى مرتبطة بالوزن. غالبا بتبقى مرتبطة بالوزن. مش في كل الأحوال. يعني في ناس ما عندهاش وزن زايد إنما عندها دهون في الكبد. إنما معظم من هو عنده دهون في الكبد أو التهاب دوني في الكبد بيوزن زايد. السكر برضو مرض السكر في حالات كتيرة قوي ملوش أعراض. تمام. واكتشافه بيمنع مضاعفاته في المستقبل لأن علاج للسكر سهل. ومضاعفاته كثيرة جدا وعلاجه بيمنع المضاعفات. كان في كذا سؤال جاي على السكر على فكرة بس هارجع لحضرتك تليست أذينك بس معنا التليفون. العمدة عبداللاطيف من المنوفية. يا عمدة صباح الخير. صباح الخير وصباح الخير على بيش حضرتك الكريم. أهلا بيك. دايما بتصيروا قضايا فعلا بتهم كل مواطن مصري. يمكن من أولويات اهتمامه. واحنا عندنا في الريف كان مرض الكبد كان شيء مخيف. كان كل يوم القرية المتوسطة اللي حجمها 25 ألف نسمة. كل يوم تلاقي منهم حد توفى بسبب الالتهاب الكبد. الموضوع دا كان موضوع خطير جدا والناس كتتعلي منه. فضل ربنا سبحانه وتعالى على مصر ان نكتشف علاج لهذا المرض. لان في ناس كتير اتعالكتون وناس قاعدين معانا دلوقتي. والحمد لله الدنيا بس. اه انا سمعت ما عرفش الكلام ده مظبوط. ولا ان هيتعمل فحص الخمسين مليون مواطن مصر. حيبقى اكبر فحص على مستوى العالم. معرفش الكلام ده مظبوط. مظبوط. اه. يعني احنا سمعنا ان الرئيس امر بان يتعامل فحص. شامل حيبقى اضخم فحص على مستوى العالم لمرض. مظبوط. احنا كافل لحين. مشكلتهم الرئيسية هي المرض. يعني حضرتك واحنا عارفين مدى الانجاز اللي معمول في الصحة. والميزانية الطقمة اللي مرصود للصحة. لحد النهاردة الناس بتعاني. الاسرة اللي موجودة في المستشفى غير كافية. اه. نتمنى من حملات الجامعات المصرية الكبيرة. بتعمل حملات اه. للامراض الموجودة زي ما الدكتور بتكلم على مرض السكر. وامراض كتير موجودة وفشل الكلام ده كله. نتمنى الجامعات والدكاترة اللي لسه حيخصوا في الحياة العملية. ينزلوا في القرى لان القرى لحد النهاردة فيها مشاكل. وانا بشكركم على ان انتوا دايما مشاكل المواطن المصري البسيط اللي هو الفلاح المصري. دايما نهاية الاسبوع وصباح تريم بتهتم بيه. شكرا. شكرا لك يا عمدة بشكرك شكرا جزيلا. ناخد مريم من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير عليكم جميعا. من فضلك بس اللي كنت عايزة اسأل المرضى فيروسي. يعني اللي اكتشف انه هو عنده فيروسي وحل يروح فين عشان يتلقى العلاج الصح ويكون مجانا. لانه هو مثلا غير قادر او حكا يروح فين. حاضر خليكي معا يا مريم. شكرا. اللجنة القومية للفيروسات الكابدية اللي تبع لوزارة الصحة عندها يمكن 72 مركز علاج للفيروس سي في مصر كلها. طبعا. والمريد اللي يكتشف انه عنده فيروس سي النهاردة قبل المسح الشامل او خارج المسح الشامل بيخش على موقع الالكتروني لللجنة. الموقع الالكتروني دوت بيحدد له مكان وموعد يروح يتلقى في العلاج. طيب هو يدخل الموقع اسمه اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات. يعني ممكن بعد كده حك تحطوها الويب سايت. طب هو الويب سايت اسمه ايفا. www.nccvh.eg.org طيب هننزل الموقع حالا دلوقتي يا استاذ مريم عشان هبعطه لكم حالا وننزل الموقع بس علشان هي تدخل فيه. تمام بيطلع للمواطن بيطلع له معاد في مكان في اقرب مكان من محل اقامته. بيروح في المعاد بيعمل التحاليل التكملية والفحوص اللازمة عشان ياخد العلاج. وبيستلم العلاج ببلاش مجانا التحاليل ببلاش والعلاج ببلاش في خلال زبوع بالكتير. طيب احنا هننزل الموقع حالا دلوقتي هي .eg.org طيب .org علشان بس مادام مريم وغيرها من الناس اللي كانت طيب حالا الموقع حينزل دلوقتي. طيب يا فندم هنتقل يعني تاني أو هرجع تاني هرجع تاني لموضوع السكر. واسئلة بقى كتير جات من ساعة ما فتحنا موضوع امراض السكر دي. يعني تكتشف ازاي مضاعفتها يعني ايه سكر عالي يعني ايه سكر. اسبابه ايه يعني ناس كثيرة جدا عمالها تبعت عن المرض الاكتر شيوعا في مصر هو مرض السكر. اللي بيشمله طبعا المسح الشيء. هو كلام ده سهيح. لا مرض الاكتر شيوعا هو مرض السكر والمرض للأسف الاكتر مضاعفاتا لو ما تعليقش هو مرض السكر. ايوه بالضبط. مرض السكر في غير الاطفال او في الكبار. في المراحل الاولانية مالوش اعراض. اعراضه قليلة قوي. خطورته من هنا. واللي بيكتشف ان عنده سكر نتيجة اعراض بيبقى سكره عالي شوية. فبيكتشف بدري. اللي ما بيعرفش ان عنده سكر بيستمر السكر من غير ما ياخد باله فترة طويلة. السكر بيتشخص بنقطة دم بارته زي ما حنشخص فيروس سي. بيتشخص السكر بشكة ابرة ونقطة دم من الصباح على الشريط. وبيعرف المريض اذا كان عنده سكر عالي ولا لأ. وبيتوجه الى اماكن علاج السكر اللي حيتم فيها تقييمه وتحديد علاجه وصرف العلاج له. هو دايما دكتور يقول لك يعني دايما ايه فيه ناس بتقول ان هي اكتشفت السكر ده بالصدفة. مش عارفة ايه بالصدفة. يعني ازاي بالصدفة ممكن اكتشف ان انا عنده سكر. بصدفة ان احلل. حلل فاكتشف ان عنده سكر. بس طول ما هو مش حاسس بحاجة. يعني السكر له اعراض. زي ايه الاعراض اللي ممكن الواحد يعني مس هو بيبقى وصل طبعا لمرحلة. يعني السكر اللي مش عالي قوي في الكبار. بيبقى اعراضه اولا اول حاجة ان البول بيزيد المريض يعني البول بيزيد قوي. المريض يطر يصحب الليل يروح لحمام اكتر من مرة واثنين وثلاثة. بيبقى على طول عطشان ومحتاج يشرب. بيحلل بيكتشف ان عنده سكر. تماما. غير كده بقى بيبقى اعراض اخرى لمضاعفات السكر. مضاعفات السكر بتيجي لو السكر عالي قوي او مش مضبوط منذ طويل. السكر لما بيبتشف بدري علاجه سهل. السكر اللي في الكبار علاجه رأس بسيطة. هو السكر يا فاندم له علاج. علاج نهائي ولا تزبيت بس زي من الناس بتقول. لا ملوش علاج نهائي. انما السكر اللي بيجي في الكبار بيبقى برضو مرتبط بالوزن. يعني ناس كتيرة بيبقى عندها سكر. عادة وردك الدكتور قيل الوزني زي. لما الوزني قيل السكر ممكن يتضبط من غير علاجه ومحتاجش عليك. انما يبقى المريض عنده سكر مش محتاجه عليك. تمام. انفسهم برضو مرضى كثيرين من مرضى السكر. بيحتاجوا تنظيم اكل فقط. ممكن يستغنوا عن الادوية ويحتاجوا تنظيم اكل. ينظم اكل. ينظم اكل. هو السكر ما بيجيش غير من الاكل الأعداد الغلاث؟ لأ سكر بييجي لاسباب كثيرة جدا. في سكر بييجي في الأطفال نتيجة إصابات في البانكرياس أو الفيروسات في البانكرياس. السكر لي بييجي في الكبار بيجي لأسباب مرتبطة بالبانكرياس او الانسولين. معظمها أسباب وراسية أو بيجي نتيجة الوزن الزايد لما الوزن بيزيد ممكن يجي برضو يؤدي إلى الإصابة هل السكر وراسي؟ السكر في الكبار وراسي يعني كبير وراسي آه ما يتولدش بي بس يعني يجيله بعد كده مثلا السكر الورافي هو اللي بيبدأ في سن بعد سن 25-30 آه فالتحليل بقى في الصوت رديم فالتحليل في الكبار ضروري على الاكتشاف طيب ممكن جماعة بس نوري الناس ندخل ازاي على الموقع بعد إذنكم والخطوات عشان بس أستاذة مريم اللي كلمتنا من شوية ده قدامنا هنا تفضلوا ادي الموقع هوا بندخل كده المريض بيحط الرقم القومي بتاعه بيحط رقم البتاعه البيانات هي اللي مطلوبة منكم بعد كده بيجيله ريبلاي على نفس الموقع بيجيله على طول صح في خلال 24 ساعة في خلال 24 ساعة بيجي لك الاستجابة بعد ما تملى البيانات دي كده بيحط برضو الرقم القومي بتاعه والموقع قدامك هو الشاشة الموعد والمكان اللي حيروح يكشف فيه وياخد الفيلة عليك ببلاشة تمام في خلال 24 ساعة تمام بس الموقع اللي تحت نقص V NCCVH VH طيب طيب علشان بس الاستاذة ماريوم اللي كانت ممكن اكتب الموقع تاني بعد اذنكم اللي كانت بتسأل بيجي الإجابة خلال 24 ساعة تمام في بقى فاندم ناس بعتلنا على الفيسبوك بتسأل هل فيه ناس مستحقة وغير مستحقة للعلاج اللي بتبلاش ولا لا اي حد من حق ياخد علاج ببلاش بغض النظر عن امكانياته او دخله او فكل من هو مصاب بفيروسي هيتعالج ببلاش محمد الدولي بيسأل هالفيروسي ليه اعراض دكتور جاوب بس هنجاوب سريعا حضر يا محمد عشان ما كانش تشكله في معظم المرضى مالوش اعراض الاعراض بتيجي نتيجة مرض الكبد المتقدم لو فيروسي قاعد عشرات السنين وقاعد تلايف الكبد تلايف الكبد ممكن يبقى له اعراض وفينا ستانية برضي فانتم لسه بتسأل عن سكر في الاطفال وياسمين بتسأل عن سكر الحمل سكر الاطفال ده بيبقى نتيجة خلاق افراز الانسولين في البانكرياس بيجي فيها اصابة غالبا اصابة بويروسية غالبا يمكن ساعات اصابة مناعية او اصابة بويروسية وده بيحتاج علاج بالانسولين يعني تقريبا كل الاطفال المصابين بالسكر لازم يعالجوا بالانسولين تمام سكر الحمل السيدات الحوامل في بعضهم السكر بيقى لأثناء الحمل وبعد الولادة بيختفي بيختفي خالص وده بيقى سكر الحمل انما في بعض الاحوال سكر الحملي بيستمر بعد الولادة فهي طبعا لازم بتتابع مع دكتور امراض النسا واخصائي او استشاري السكر أثناء الحمل وبعد الولادة لو استمر السكر لازم نستمر في خلافة طيب ياسمين أرجو أن أنت يكوني متابعينا بالنسبة لسؤال حضرتك معي يا سيد من الشرقية له السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا أستاذ سيد أهلا بحضرتك اتفضل يا فنان الله يخلي اتفضل كنت عايزة أسأل الدكتور انا كان عندي كنصر في البنكرياس وتم الحمد لله إجراء عملية وإزالة البنكرياس والطحان وحاليا دي باتي دكترة نصحوني أن أنا أتابع مع دكتور السكر وحاليا دي باتي أنا بقى يعني بقى بسى الدكتور يعني حاليا الدكتور قال لي أن بأخذ حاليا تم عشر يوند من الأنسولين إنجيكشن حقا يعني حقا كده كل يوم سعشر مساء وحبة قبل الغدا في بعض الأحيان بقى حس إن السكر عيلي فجأة وبقى حس بأعراض طبعا الدوخة والدكتور أكيد عارفت الأعراض دي وأحيانا نحسه ننزل فجأة ورغم إن أنا محافظ على الأكل جامل يعني فمش عارف رئيس دكتور يعني أو نصيحته إيه بالضبط يعني طيب يا أستاذ سيد ألف سلامة عليك ربنا يقومك بألف سلامة تفضلي دكتور سلامة حضرتك طبعا هو الضبط السكر من الحاجات المحتاجة خبرة كبيرة من المريض والطبيب فلازم المريض بيتعلم إزاي يزبط السكر وإزاي ما حصلش إنخفاض أو ارتفاع في السكر بتنظيم العلاج مع الأكل ولازم يتابع مع استشاري أو حد متخصص في علاج السكر عشان يزبط له جرعة الإنسولين مع جرعة القراص مع الأكل تمام فبتصبيت الحاجات دي ممكن قوي السكر ما يحصلش فيه ارتفاعات أو انخفاضات شديدة طيب أستاذ سيد عمتا إحنا معينا الرقم والناس اللي بتسأل على الموقع حالا الموقع حينزل حالا دلوقتي بصحيح على الشاشة قدام حضراتكم ناس برضو في أحد السيدة الموطنين بيسأل إيه الفرق ما بين السكر عالي والسكر الواطي لا فرق كبير جدا السكر العالي ده بيبقى مريض عنده مريض بالسكر وارتفاع السكر بيسبب مضاعفات كثيرة على مدى الطويل وبعض الأعراض انخفاض السكر بيسبب أعراض حد يعني السكر بيغطى قوي بيدوح وممكن يغيبوبها ونتيجة انخفاض السكر ده برضو السؤال الأستاذ اللي كان بيبعث لنا الموقع قدام حضراتكم هو على الشاشة أرجو بس في حاجة اي جي ما فيش نقطة ما فيش نقطة طيب من غير النقطة نجيلة عمات الموقع وححط لكم حاليا الموقع دلوقتي على صفحة نهاية الأسبوع علشان لو حد عايز يدخل تمام وان شاء الله طبعا ربنا يعافي الناس كلها نتمنى ان احنا نسمع قريب جدا يا دكتور مصر خالية من فيروس ان شاء الله ان شاء الله في خلال سنة بكتير سنتين انه بحيب استفاءة يعني معظم من هو عنده فيروس هي هيكون اكتشف الفيروس واخد علاج البيروس طيب عمات المبادرة المسح الشامل المبادرة مهمة جدا يا جماعة هي مجانا والعلاج مجانا فلو سمحتو ياريت ما نتكسل شوالا نتباطق ونبلغ بعض عن هذه المبادرة ما فيش اي مشكلة لأي حاجة أو اي مرض لو لحقنا في الاول وده عن طريق ان احنا بنعمل تحليل بسيط جدا ما فيش منه اي قلق وكمان ببلاش مش هيكلف اي فلوس خالص لو سمحتو نعرف الحاجة في الاول ونقدر ان احنا نلحقها في الاول لان زي ما قلتلكم في الاول خالص ما فيش اغلى من صحتنا دكتور انا بشكرك شكرا جزيلا نورت نهاية الاسبوع استاذ دكتور اهمى مواكد استاذ طب الكابت بالمعهد الكابت القومي وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات شكرا للمعلومات القيمة اللي حضرتك جاوبتنا عليها نهاردة والاجابتك عن السادة المواطنين شكرا فقرتنا الاخيرة مشاهدينا هنتكلم فيها عن السياحة السياحة هي يعني مصدر الدخل الرئيسي والمهم جدا لجمهورية مصر العربية تم اهملها فترات طويلة جدا حاصل فيها دروب فترة طويلة طويلة جدا او مشكلة فترة طويلة جدا واحنا دلوقتي حمد لله زي ما بنتعافى في حاجات كتيرة جدا بنتعافى في السياحة اهمية السياحة مش بس حاجة اقتصادية اهمية السياحة بتيجي من ان فعلا مصر فيها اماكن جميلة جدا اماكن غاية في الرواعي يمكن احنا نفسنا لسا ما نعرفش عنها حاجة لازم نعرف بلدنا كويس جدا ولازم نعرف ازاي نقدر نسوي لبلدنا الحلوة حلوة يا بلدي املي دايما كان يا بلدي اني ارجع عليك يا بلدي وانظر دايما كام بك على طول ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حلوة يا بلدي فعلا ما فيش أحلى من بلدنا مصر عشان نهتم بيها ونهتم بجمالها ونهتم بشعبها وممواطنيها ونهتم بكل نقطة طراب فيها النهاردة هنتكلم زي ما قلت لكم قبل الفاصل عن السياحة الحقيقة منظمة السياحة العالمية أعلنت عن قيمة بأكثر دول نموة في قطاع السياحة الفترة اللي فاتت مصر جات في المرتبة الأولى بعد استقبالها 8.6 مليون سائح سنة 2017 بنسبة ديادة 55% أو أكثر من 55% عن سنة 2016 نسبة مرضية جدا بالنسبة للفترة الحارجة اللي بتمر بيها المنطقة العربية وبتمر بيها مصر أيضا بالتبعية منظمة السياحة العالمية كمان أكدت أن أكثر الموضل المصرية شهرة بالنسبة للسياحة الأسر وجيزة علشان الأهرامات الحقيقة بقى أن مصر فيها أماكن تانية كمان كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى يعني في منتهى الجمال لدرجة أن إحنا ساعت لما بنحط شير للصور على الفيسبوك ويقول لكم تخيلون المكان ده في مصر إحنا نفسنا كمصريين عايشين هنا بقالنا 100 ألف سنة ما نعرفش عنه حيكا طيب هنعرف إزاي إحنا وصلنا لهذه المرتبة المتقدمة وإحنا عايزين نوصل بقى للصدارة مرة أخرى وإيه الأماكن اللي إحنا محتاجين نعمل عليها سبوت أو نسلط عليها الضوء من ضفنا اللي منورنا في الستوديو الدكتور حسام هازي عضو غرفة شركات السياحة أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا دكتور منور نهاية الأسبوع أهلا بيك يا فهلا طيب أنا عايزة أعرف من سيادتك الأول أهمية إشادة المنظمات الدولية بالسياحة في مصر يعني الأهمية دي جت بالنسبة لحطراتكم إزاي ويعني هنتعامل وفقا لهذا التصنيف إزاي هو طبعا دي إشادة ممتازة بصراحة بنسبة الزيادة دي بس لازم توضح الأرقام بالنسبة للمشاهد وبالنسبة للقطاع إحنا ليه أخترنا كده هو أولا بالنسبة للنقطة أن احنا وصلنا إلى المرتبة الأولى في النمو السياحي بالنسبة لعام 2017 عن 2016 طب ممكن حركة الأول معلش أسفل قطاع كده ما تشرح لنا إيه هو النمو السياحي أصلا؟ الزيادة في عدد السياح بشكل معين وبنسبة طردية ممكن تكون النسبة دي يعني ممكن مثلا في 2018 ما تزيدش بنفس النسبة اللي زادتها 2017 عن 2016 بمعنى أن بيزيد السنة دي عدد السياح السنة مثلا المقياس بنسبة لنا آخر سنة كانت 2010 كان عدد السياح 14.5 مليون سياح دخلوا مصر ده 2010 بعد لما حصلت بقى الأحداث السياسية و25 يناير وقال لعدد السياح بقى يقل سنويا بالتدريج لغاية 2015 كان فيه عدد سياح كويس بس لكن حادث الطيارة الروسية في شرم الشيخ أدى إلى انخفاض عدد السياح بشكل ملحوظ في 2016 2016 تقريبا وصلنا 4 مليون سايح و250 ألف رقم زيكي كان نتيجة الحادث على قد تداعيات الحادث وكان فيه حظر الطيران وده كل ده كان في 2016 فجينا في 2017 تحسنت كافة الظروف السياسية والأمنية والمقاييس العالمية للمطارات بتاعتنا والجولات المكوكية التي قام بها السيد الرئيس وتحسن العلاقات بشكل ملحوظ مع الدول الأوروبية ودول المنطقة وأمريكا أمريكا حطت مصر في أواخر 2016 على الخريطة الخضراء لأماكن في أواخر 2016 السياحة التي هي جاذبة مع التغير من أوباما لترامب وبعدين منطقة آمنة دي حاجة كويسة جدا لأنه كان فيه أحداث أسائت إلى أو الدول المعادية أسائت إلى سمعة مصر بالنسبة للسياحة كان فيه أحد ستريجيني وغيره وغيره جي فيه بعد كده الحظر بتدى يفك من الدول دي بالنسبة لمصر كلها بعد الدول زينجلترا لسه شرم الشيخ تحسن المقاييس العالمية في المطارات بشكل ملحوظ جدا صحيح والجان كمان العالمية اللي بتيجي تشك في المطارات بتشيد بالتحسن فعلا فيها والنحية السياسية والأمنية وتحسن السياسات بقى زيارة مثلا قامت بها في 2017 رئيسة ألمانيا أنجيلا ميركل وكانت لها صادة كبير جدا مع الاستثمارات مع وجودها مع السيد الرئيس في منطقة الأهرامات والصور دي دي خلت السياحة في 2017 بالنسبة للألمان رقم واحد في مصر وسلوم أكتر من مليون سايع فهنا حصل من 4.5 مليون سايع لـ 8.600 ألف أو 8.300 ألف سايع هو ده 55% هو ده 55% زيادة في 2017 فبقينا رقم واحد في بالنسبة لمنظمة السياحة العالمية أن حصل عليها يعني دابل الرقم واخد بال حضرتك تمام ده نتائج لتغير السياسات للأمن الاستقرار السياسي والأمني احنا بقى جوة مصر بنعمل ايه عشان ننعش هذه السياحة وزارة السياحة الشركات احنا كم اعلام المواطنين في حاجات كده بتحصل ساعات بقى بشراحة دكتور تعدي كده وبقى زعلانا قوي انها عدت اخر حاجة كانت الاسبوع اللي فات زيارة قاليشيكيز مثلا للأهرامات وبتتصور وحطت على الانستجرام اللي عندها ملايين متابعين قاليشيكيز يعني مغنية عالمية يعني وعملها تقول انا تصورت في مصر انا منبهرة بالأهرامات انا جيت بش عارف ايه والناس هو بس اللي بيحصل ان مفيش حد يعني يجي جنبها خالص الا على الانستجرام حتى شوية تصور احنا محتاجين شوية مجهود في الحتة دي احنا بقى كمواطنين هو ده شق بيساعد جامد جدا في الدعاية لمصر وعايز اقول لحضرتك من ضمن الدعاية اللي تعملت لمصر بمليارات من غير ما ندفع فيها حاجة لعب الكرة المصري محمد صلاح طبعا محمد صلاح حتة تانية خالص خالص احنا بحتة تانية يعني كل صحافة العالم بالتابع لو جي مصر بالتابع وهو مصري فدي شق كبير جدا طيب وجود النجوم العالميين ولعبين كرة عالميين في مصر واحنا ساعات الموضوع ياخد اهتمام اعلامي كبير وساعات لا دي مشكلة مين يعني مين اللي المفروض يعلمنا عن ده ويقولنا جماعة لازم مثل نجم ده يعمل مؤتمر صحفي لازم الناس تروح تعمل معا شوية تقلقات او دوكومنتري عن مصر او لازم يقول حاجة هو نجم ده لو نازل لوحده غير لو نازل مع سبونسورز وشركات جايباه او شركات معينة او دي بتفرق كتير تفرق في ايه بقى ان هو نازل لوحده اما هو مش اي حد يقدر يعمل للنجوم العالمية مثلا دعاية يعني كدعاية ان هو يعمل مؤتمر صحفي او كده دي مش مشكلة لكن كدعاية عن مصر او كده دي هتبقى يعني بتبقى لها بروتوكور لا دي قوانين بقى الشركات او السبونسورز يعني مش اي حد يقدر يعمل دعاية مع اي نجم يعني لازم بيبقى فيه تعقودات معينة من خلال الشركات اللي بدير اعمال هذا النجم او لعب الكورة مع شركات مصرية كويسة الريبيوتيشن اللي بتيجي لمصر واحنا بنشوفها قوية دي كويسة جدا كان كتلمية واشعاع لاسم مصر في الخارج كنحية ايجابية وتحسين الصورة لدى الاجنبي اي ان كان بقى في الدول العالم حسب شهرة النجم ده ان مصر امنة اه الحملات الاعلامية اللي بتقوم بيها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة مع الاتحاد الغرف بتاع شركات السياحة وغرف شركات السياحة بالاضافة الى رجال اعمال واستثماراتهم اللي بيقوموا بيها دي حاجة تانية كذا نوع بقى من انواع الترويج او كذا نوع من السياحة اه فيه ترويج عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الانترنت وده بقى مهم جدا لان فيه ناس ما بتهتمش دلوقتي بالتليفزيون واخد بالحقيق امريكا مثلا الانترنت عندها مهم جدا المانيا التليفزيون مهم عندها جدا فيه يعني بتختلف فيه دول الفيسبوك بالنسبة لها عادي بالنسبة لها تويتر مهم يعني احنا بنتكلم عن السوشيال ميديا زي بتلعب دور كبير جدا الانستجرام بالنسبة لسن معين احنا كتسويق عندنا عندنا في مصر طبعا كل مقاومات السياحة بانواع سياحة ثقافية علاجية بحر احمر بحر ابيض متوسط سياحة كل حاجة صحرابيضاء استشفاء استشفاء كل حاجة مولة بينقصنا الناحة التسويقية وعوامل الجذب اللي هي الحوافز اللي بتقدم للسايح عشان يقدر يجي مصر افكار حضراتكم ايه بقى عن التسويق وعوامل الجذب اولا فيه ناس بكتير بتبقى عندها افكار وفيه ناس تقولك مثلا ممكن الشخصيات او النجوم بتوعنا هم اللي يعملوا ده فيه حاجات بتبقى ظريفة جدا زي مثلا احنا دخلنا هو على مهرجان الجونا مهرجانات السينما مهرجانات الغنائية الحاجات دي بتبقى شوية هي دي بتلعب دور في الدعاية لمصر كتير جدا بس انا دلوقتي عايزة اجيب الشخص هنا ازاي بقى فان هو اولا لازم نسرع جدا في موضوع التأشير السياحة الالكترونية لازم نبقى up to date للعالم تسهيل اه دي مهمة جدا ان انا بيبقى عندي فيه حاجات قوانين بقى المعاملة بالمثل وكده لأ انا دولة عايزة سايح عندي مثلا كم كبير من الناس اللي موجودين في دول كتيرة لازم يجوا مصر زي ما احنا بناخد التأشير عندهم هم يجوا عندنا يعني قصدي ايه نعمل التأشير بالمثل ده مش انا شايفه كتسويق سياحي لا احنا نديهم الفرصة ان هم يجوا عن طريق السياحة الالكترونية او عن طريق شركات السياحة بالسياحة الالكترونية التأشير الالكترونية تخلصها لهم الشركة او الفوندو او تيفر ويجي مباشرة دايركت الى مصر لان مش كل الناس في كل المدن في امريكا او في اوروبا او في امريكا اللاتينية او في اي مكان هيقدر يوصل للسفارة المصرية ومش هيقدر يجي اخذ التأشير هنا في المطار فلازم وفي دول دبي مطبقة كده تركيا مطبقة كده فلازم تقدر تاخد تأشيره في ال لا تاخد تأشيره الالكترونية اه تمام انا دلوقتي عندي كم من الدول اللي فيها سياح لو انا حطيت بند في التأشير الالكترونية انه هو حصل على شينجن مثلا اوروبية وهو جنسيته مش مصري ماليزي اي جنسي تمام فكتب انه حصلها كده يبقى هو سيكيور بالنسبة لي لما يجي يدخل ويكتب كده في البيانات بتاعته بيحصل دايركت على التأشيره يجي يدخل المطار ما تقبلهش دي هتسهل عليك جدا دي نقطة تمام ايه كمان يفن برضو نفس الحكاية تطبع على كل العاملين في دول الخليج ما هم سيكيور يعني عنده الاقامة وعنده كده دولة يعني دي عوامل جذب المهم التاني بقى تسهيل للمستثمرين التهيران الشرطر وفتح التهيران الشرطر في كل مصر ان يبقى فيه تهيران شرطر باستمرار لان التهيران الشرطر ده ارخص كتير من التهيران الرسمي يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا بين روسيا ومصر تهيران مصر تهيران وإيرفلوت روسية ما فيش تهيران شرطر زي الاول فما فيش السياحة الروسية مش انتعش كبير فيها مهم جدا ان احنا نكون ديستنيشن ترانزيت ما بين مصر ودول افريقيا ما بين قصدي اوروبا واسيا ودول افريقيا الاخر بالضبط اللي مسافر مثلا اي دولة افريقيا هينزل هنا ترانزيت بمواصفات وشكل معين اللي هو ايه التهيران الشرطر يجي ينزل ويبقى عندنا مفتوحة ان تسهل عمليات الترانزيت والتهيران الشرطر يبقى متواجد بشكل اكتر يعني في حضرتك شركات كتير عندها تهيران شرطر او ممكن نقجر المستثمرين او كده بس لازم يبقى فيه تسهيلات في يعني عوامل جذب لان برضو الطيران من السهل يعني انا لو انا هبتدي افتح خط الطيران مع حاجة مثلا في امريكا اللاتينية ودي مسافة بعيدة جدا فيه تهيران شرطر من الصين خلاص بس انا هفتح انا لما بودي اول رحلة عشان تجيب التهيران دي تكلفة علي بتبقى فاضية هتيجي بقى ايه مليانة خلاص بتقل التكلفة هتروح تاني بترجع نفس النقل وهكذا فانا عايز يعني اشغل عملية التهيران الشرطر والترانزيت والاسعار حتى الداخلي السياحة الداخلية دلوقتي تذكر التهيران وصلت 3700 واربعة تلاف جنيه من الغرداء لشر مشيخ انا بتيجي ناس تحكز عندي بتقول لي لو واحد هيطلع لكن لو واحد واسرته بيبقى حاجز فايف ستارز هوتيل خلاص مصري سياحة داخلية اربع افراد اقل من تمن تذكر التهيران ان نروح يجي بيها وثلاث لالي اربعة ايام بالضبط فايروح تهيران ليه بقى اه فايروح تهيران دي برضو سواء سياحة داخلية او لازم تنعش العملية وبالنسبة للاجنبي ما هو غالي يعني انا لو حد نزل القاهرة وعايز يعمل اوفر دي باللقصر بالتيران زي زمان بربعة تلاف جنيه هيروح مثلا بربعة تلاف فرد طب اربعة هيروح بستة شر الف جنيه طيران بس طيران بس من غير البرنامج ومن غير الكازم كتير طبعا طبعا كتير جدا فاحنا دي التيران لازم الاسعار او يبقى فيه منافسة لما يكون فيه شركات كتيرة او يتيران شارتر هتعمل التسهين الحوافز اللي هتقدم للسايح بقى انه يحصل على التأشيرة في المطار ويكون معها مثلا الفين دولار زي دول كتير مطبقة دي هتسهل في دول كتير مطبقة عامل الموضوع دي هتسهل جدا كل دي حاجات نتمنى انها تطبق تمام هل المقترحات دي مقدمة مثلا لاجهات او مقدمة هي مقدمة من فترة بس مثلا التأشير الالكترونية بقى لها اكتر من سنة ونص ولسه لم تنفذ لسه ما تردش عليها ولا ترد عليها وما تنفذش احنا كغرفة شركات سياحة او احنا مش عارفين عصلي دي مسائل ما بين الوزارات والهيئات مع بعضيها لسه يعني وفيه مجلس اعلى للسياحة اكتمع مرة واحدة بيرقصه السيد الرئيس احنا عندنا كان مفيش احنا كاتحاد غرف كان فيه لجان تسير اعمال لفترة طويلة طبعا بنشكر سيدة الوزيرة انها فتحت الانتخابات الفترة القادمة لان ده هيسهل كتير جدا لما تبقى فيه مجالس منتخبة لاتحاد الغرف وغرف شركات السياحة وغرف الفنادق وووو الى سهولة اتخاذ القرارات بشكل اسرع وحل المشاكل اللي بتواجه الشركات والفنادق ويبقى فيه تعاون كامل اكتر بالغرفة والوزارة والاتحادات مع بعض طيب فيه نقطة فاند احنا هنا تكلمنا عن يعني طرق الجذب ان انا اجذب الافواج السياحية او اجذب السياح ازاي يجي عن طريق بعض التيسيرات اللي هتسهل عليه الانتقال بنفس الوقت هتسهل عليه انه يبقى السعر يعني علشان طول ما هو السياحة بسأله على سعر اي حاجة يعني طبعا حتى السياحة الداخلية احنا نفسنا برضو علشان تبقى منتعشة وفي ناس بتبقى يعني بتستغلى فعلا الطيران ما من هنا لشارم او من شارم للغرداء او كذا طيب لما بقى بيجي او انا عايزة قصة مثلا النقطة اللي انا قلت عليها في الاول نقطة ان انا فيه اماكن كتير في مصر هنا بتنتكلم عن اللقصر وقصوان والجيزة عشان الاهرامات مصر مش الجيزة واللقصر وقصوان بس احنا فيه حالة كتير جدا واماكن كل مكان فيه تحس انه مختلف الناس اللي بتروح دهب وتتصور الناس اللي بتروح مش راست شيطان وسهل حشيش والاماكن دي الاماكن دي مبهرة جدا وجميلة جدا وعفكرة اسعارها مش غالية طبعا يعني رخيصة متعتبرش غالية بلاس ان فيه اماكن ده يعني حتى هنا في القاهرة في منتهى الجمال والاسعار ما بتبقاش غالية عسوة الاماكن دي ازاي فان هو بص حضرتك هو الاشهر السياحة السخفية اللي هي لقصر واسوان ودي الاشهر والكوميرشال اللي احنا بنشتغل عليها لانه متوسط انفاق السياح فيها اعلى حاجة النايل كروز ما بين لقصر واسوان دي يعني حاجة زي النايل او سوري بيبقى فيه كروزات في الخارج برا بيعملوا برضو في اوروبا فيه كروزات بالدول البحر وقبض المتوسط في البحر بس دي بتبقى بتشد سياح جدا الاماكن التانية دي بالعكس دي اكتر سياحة عندنا موجودة هي السياحة الشاطئية اللي هي بتبقى موجودة في البحر الاحمر او في طابة خلينا في مارس عالم الغرداء واوة كتل اول موجودة في شارم الشيخ بكسافة في دهب في نويبع بس دلوقتي فترات معينة دي نوع من السياحة الشاطئية ومتواجدة ومعظم فترة الصيف الغرداء دلوقتي مثلا فيها فنادق فولي بوكت فولي بوكت اجانب يعني واخد بالحضرتك البحر الأحمر وفيه في شارم الشيخ وفيه في مارس عالم النوع ده من السياحة سياحة بييجي كم وليس كيف وبعدين متوسط انفقه اقلب كتير من السياحة الثقافية صحيح خلاص احنا عندنا السياحة الثقافية او السياحة اللي هي الهوليلاند او السياحة الدينية مش الهوليلاند انا قصدي السياحة اللي سامح بيها بابا الفاتيكان في سبع مناطق من حاجة من 28 منطقة بس سبع مناطق دي هتبقى سياحة الكوست بتاعها عالي اللي بييجي فيها سعره عالي عندنا نوع تاني من السياحة اللي هي السياحة الالكترونية اللي هي عن طريق الانترنت بوكينج اونلاين بس فيه بقى برامج الباكتجز غير اللي هو بيحجز دايركت للفوندو وفيه شركات بتعمل الشغل ده احنا بنعمله برضو كشركات ان هو بنجيب بس دي بتبقى اندي فيديو لتلاتة اربع بس بيبقى سايح مع فلوس كويس متوسط انفاقه عالي تمام دي انا بالنسبلي سياحة الشاطئية اهميتها بتأتي مش قصة ان هي مثلا ما بتدخلش دخل قوي او ان هي زي ما حالك قلت كده لا هي مجرد ان الناس انا فيها مكان كذا كذا صور زي الصور اللي بعض الناس بتتصورها سواء على البحر او في اي مكان حتى في مصر يعني يعني انا انا بشوف احيانا بعض السياح بينزله وانا بعتبر ان ده ترويج لمصر وسط البلد بعد التطوير والتجميل ما دي بالنسبلي انا اه دي ما بتدرش علي انا دخل مباشر لا بالعكس انا مش قصدي كده هو ده انتي اللي بينزله وسط البلد ده بقى ده سايح سياحة ثقافية اللي هو بيجي شوف الاهرامات وينزل يتمشأ لكن اللي بيجي في نوبع وطبا ما بيخرجش برا يعني هو بيجي الاسبوع بتاعه برقم معين طيارة شارتر بتيجي ممكن ينزل القاهرة يوم او 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 نايت بينزل يشوف الاهرامات وانجيزة وده كان بيحصل دايما في السياحة الروسي لما كانت بتنزل دلوقتي تفتحت اسواق كتيرة مختلفة لما وقفت السياحة الروسي يعني قصد الاوكراني والاوسبوكستاني ومن كازاخستان وفيه السوق الهندي والسوق الصيني وفيه سوق دلوقتي السوق الاسباني شغال كويس في الشارتر في لقصر واسوان الانواع السياحة اللي انت حدتك بتقولي عليها كويسة جدا وبيتصور في مصر هي المناطق دي بتبقى تقريبا فولي بوكت يعني انت بحضرتك بسبعين او تمانين في المية في بعض الفنادق في مرسى عالم وفي الغرداء يعني مليانة سياحة الاجان وبداية ان شاء الله من واحد حد واشر دي بقى السياحة الشتوية اللي احنا كلنا بننتظرها اللي هي السياحة الثقافية فيه عندنا سياحة الوحد دلوقتي مش يعني وقفة شوية بنان على حاجات معينة امنية وكده وقفة شوية اه اه او بتبقى بس من على الطرق مش بندخل في الصحراء معاني فيه ناس بيتبقى عندها دي يعني مزاج حكاية الصحراء دي في مصر ما هي مزاج بس امنيا يعني اه مش 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 محبس دلوقتي يعني السياحات الاخرى بقى فيه السياحة الاستشفائية والعلاجية ودي موجودة يعني واخد بالحديك بس عايزة يعني تسويق تطوير وتسويق وامكانيات معينة انها مش الراملة بس لا فيه مستشفيات معينة السياح دي بقصارها عايزين منطقة حلوان تبتدي ترجع تاخد رونقها تاني لان فيه عيون حلوان وفيه فيه حاجات كتير وفيه رسدر وفيه منطقة البحر الاحمر وفيه في اسوان يعني ده برضو نوع من التسويق بس هو السايح اكتر سايح بييجي على مستوى العالم هو السايح بتاع السياحة الشاطئية او مش السخفية السياحة الشاطئية بتمسد يمكن سبعين في الماء خلاص والسياحة السقفية اهنا نهار ده يمكن كنا منتكلم بالصبح عن قصة الفيلم اللي هيتعرض على ناشنال جيوغرافيك The Return to the Nile ومستنين احنا نفسينا الحقيقة يحصل حاجات زي كده كتير يعني فيه أماكن او فيه دول معينة بتسمح مثلا بالتصوير وفقا طبعا لمعايير معينة او لشروط معينة تصوير سواء فيلم دوكيمنتري زي الفيلم اللي هنشوفه على ناشنال جيوغرافيك او الفيلم او أفلام عادية او مسلسلات عادية دي برضو نوع انا شايفة نوع من أنواع السياحة بيعقهم بقى بعض التصريح بعض ايه حاجات زي كده والله يهو فيه مسلسلات اتعرضت وافلام تبينت الوجه الحضاري والثقافي والوجه الجمالي المصر وتاريخي حتى زي فيه فوندق فاسوان بلش نذكر اسماء أسري وتاريخي اه كان جراند اوتال مسلسل جراند اوتال فده عمل ريبيوتيشن كويس جدا لمصر واساسا مشهور الفوندق ده فيه جناح لأجاثا كريستي وفيه جناح لأجاثا كريستي بس بعد المسلسل من هنا بقى بتأتي يعني الأهمية تأتي اننا لازم الناس تشوف ده وهي حتى قاعدة في البيت بصوا مصر فيها ايه فالناس قاعدت تقول تحصل في بلاد تانية كتير المسلسل اللي كان برضو مسلسل ده فيه ناس بقتامل أفرحها هناك ايه يعني أنا عايزة وممثلين راحوا عملوا أفرحها هناك ممثلين كتير عملوا أفرحها هناك كان فيه برضو مرسعالم مسلسل يحيى الفخراني بالزبط بالحجم العائلي اللي تعمل في مرسعالم وكل المسلسل المسلسل في مرسعالم حاجة في منتهى الجمال طبعا وبينت قد ايه يعني كل الناس تقول لك والمكان ده فعلا موجود في مصر والمكان ده فين في مرسعالم عايزين نروح حاجة بسيطة جدا بينت قد ايه احنا عندنا أماكن جميلة يعني مش بس ان احنا اه انا ما عنديش مشكلة ان احنا نعمل مسلسلات بتناقش قضايا مهمة او أفلام بتناقش قضايا كذا بس مصر مش بس شوارع زحمة وكالاكسات يا لأ احنا عندنا صور جميلة كتير وبعدين لما الشركات والوزارة والهيئة بتعمل زي الاعلانات اللي اتعملت في كاس العالم اللي فات فيه اعلانات اتعملت احنا بس لما بنيجي كبزنس وايس بقى او تسويق عملية تسويق كشركات او فنادق بنعمل لازم بنركز جدا على الخدمة بنركز على السعر على الحافز اللي احنا بنديه لل للسائح انا ممكن اديله حاجة من عندي كشركة فري مثلا ممكن اقول له انا احط لك سعر التأشيرة في البرنامج فهو يمبسط يعني حتى لو عارف حضرتك زي ما انت حديث بتروح تاخدي ديسكاونت في اي محل او انت بتاخدي مثلا لو اخدتي فور ديز مثلا كفاميلي وان ضاب الروم في مصر هنا هتاخدي الخامسة فري ده الحافز اللي بيدور على السائح ده الجذب هو بتشوف مصر مصر فيها حاجات كتير مصر من عرق الدول تاريخيا وحتى في كل شيء اقدم مؤسسة عسكرية من ايام الفراعنة كل حاجة كل ده لدى السائح معروف حتى هم بيدرسوه بر يعني في تاريخهم ولكن انا بتكلم على التسويق بالطرق الحديثة التسويق بالتكنولوجيا الحديثة طبعا حضور المؤتمرات والمعارض لكن هي الحوافز المفروض مثلا ايه نيجي نعلم مثلا كوزارة او كهيئة او انا بقول مثلا كرأي يعني في عندنا مثلا الف رحلة لالف مواطن من العالم في الفترة المعينة هيكسبها كجوائز بشرط انه هو يجي قضي اسبوع رحلة تاريخ انا بدي اه فيه طرق تسويق كثير اه فيه طرق دي ان انا مثلا هدي عدد معين من التأشيرات فري لخمسين او مئة دولة التأشيرات دي بكذا كنوع من الدعاية انا دافع تمانها قريدي والتأشيرة بخمسة وعشرين دولار في الوقت الحالي فتبتدي عملية الجذب ان الناس تيجي ويبقى حدث بيحصل بيظهر في التلفزيونات في الميديا الناس بتجري عليه بتسمع عنه يبقى انا بعمل حدث بتبقى مصر تحت الاضواء under spots وعليها بيبتدي الساح يجي كجذب عوامل جذب تمام دي فعلا نقاط مهمة جدا واتمنى ان احنا ناخد بالنا كويس قوي قوي من يعني كل مسؤول عن قطاع السياحة في مصر ما ينفعش ان احنا نهمل هذا القطاع تحديدا دي نقطة مهمة جدا غير ان هو دخل اقتصادي هو ليه بعد واهمية سياسية كبيرة جدا فاتمنى ان احنا يعني ناخد بعين الاعتبار اهمية النهوض بالقطاع السياحي علشان نرجع للصدارة مرة اخرى واقمل ان احنا يعني نرجع لمستوى اعلى كمان من اللي احنا كنا فيه احنا نقدر احنا عندنا كل المقاومات ينقصنا بس ان احنا يعني الحاجات دي تكون فيها تكامل مع بعضهم انا شكرا كيف انتم جدا جدا على المعلومات دكتور حسام هزاء عضو